الفكرة انه المعارضة متوحدة لا انا برأيي سببان اساسيان وسببان بفهمه اولا شو اللي بيسمح بالتحالف والتوحيد بدي يكون عندي حد ادنى من سنس لشو موازين القوى لاثنين اللي عم بيتفوضوا اذا اثنين اللي عم بيتفوضوا بيعتبروا عنده النفس الشرعية ونفس الوزن كل واحد اهم من الثاني حتى انه طبيعي ما توسع نتيجة مش ان هيك مثلا اذا هلا رح افترض انا تعملنا الليحة بالمتن بقينا لاخر نهار هلا لانه في اخذ وعطا وكزا اذا انا مقرر انزع عليحة القوات بتاخد نص ساعة لان الموازين القوى معروفة انت هلقدي حجمك وبتعرف اني شو حجمهم يا بتقبل بشروط هالموازين القوى يا انت ما فيك تتفهم الاساس بلقصة بتكون سريعة بس اذا انا بقعد رحقول شو ما كان مع مارك ضو وبولا وشرب النحاس ورقت بو حمدان من اللي حقي هم قبل كل واحد معتبر حاله بقوة التاني اذا مش اقوى وكل واحد معتبر انه شرعيته مثل شرعيت التاني مش انه حدا اهم من حدا فامكانية انك تحسمي تفاوض بين الناس كلها ايكول بس عاططيهم دادلاين كنت خلصوا هلا كتير صعب اكيد بس ما بعرف اذا كنت بتحلل المشكل لان الموازين القوى بين بعض منا واضحة ما في حق يعني اللي بيحصم تفاوض هو انه في حدا بيقول تفاوض جهد غوصن مرحبا جهد غوصن مرحبا من اول ما بلاشتنا البركست انا ماذا تعرف في عنا يعني بيعلو على الكمنت بيقولو بيترحو مين بنا بدوني جيبو ديوف وفي سمين كل وقت بتكرر لو كونسانتلي اول واحد ويزياد راحباني تانا واحد وحضرتك انا جد واكم تسير دي جيد بيان دات كمپني وابرسم سيقب بمي لايف ازاق او صحيح يوم زباطي صح مي بالمي اي تك اول شغل بنا نحكي فيها هي اكيد رح نحكي عن الكامبان والانتخابات بس something a bit more ارجنت هي جلسة مجلس النواب مهيك يعني بعرف ان في كتير عالم بلدت بيكونوا حبو انت تكون جزء من هولة 13 او 14 حسب من تسأل نواب شو رأيك كانت بالجلسة ويسا انه انتخبوا اكيد دورة الرئيس نبيه بره وبعدين كمان انتخبوا نيب رئيس مجلس النواب and the remaining ones من السر وهيك اكزاكلي شو what do you think صار بالزبط وكيف كانت الديناميك هلأ بتصور فينا نتفق كلنا انه شي كتير بشيع اللي حضر هيدا الشي يعني تحس شي اماتر وشي هج الليوي شوي ورجاع عايدة ولأ حصوه بالصوات تسمعنا ما بتاخد انطباع انه هيدا دولة فيها مؤسسات وكل شي ماشي ووش is the reality هيدا حقيقتنا نحنا عايشين به هالنوع من الدولة هلأ اوكي ازا بدك هك خلاصات سياسية انه مبلا فيه اكترية بمجلس نواب فيه اكترية ازا نبيه بره اللي هو اصعب شي تسوقه بعد انتخابات بدك كل الاحزاب تصور حاله انه هي هلأ صارت شوي تقدمت وعم تتجاوب مع تطلعات الناس تخلاص اخر شي انه بجيب 65 صوت عبلة التيار الوطني الحر عاساسي يعني يعني مع التيار الوطني الحر شو مصيروا اكتر ايه فا ازا فيه اكترية بالمجلس مش عكل الاضايا صحيح بس اللي بيبلع نبيه بره بيبلع اساس اهيا من هيك شوي بس هاده كانت محسومة كأنه كل العالم كانت عارفة انه نبيه بره يطلع رئيس مجلس انه حتى يعني 65% هي على الحرفة يعني يران بو دا سكن افا ستيف كانه ولا كانت مدروسة قبل هلا انا برايه هو موقع معه ال 65 لا شك من التيار الوطني الحر اتعوله يا صوتين يا ثلاث تلاث تلاث سيد 65 هلا كله هيدا سيمبوليك لان اخر شي بيجي عمليه تاني جالسة بيطلع بي 60 مش قصة هون بس الفكرة انه وقت واحد عم يطلع باطراف السلطة قادرين يتفقوا على حد الادنى ليديروا امور بعض عايز 65% اوكي بنعطيك 65% شو بدك بالمقابل معقول لكم بو صعب بو صعب دي هو طلع رئيس مجلس الويب دي هو صعب اول دورة اخد 64% دغري دبروله الزوت داني دورة 65% لما يروحوا على الثلاثة وانه كان فيه يطلع بالتلاثة 64% بحس ما معافلي بحس ان جملاته الاعطي واحد من الكتلي فاللي بيبينلك اذا انه اذا فيه حاجة مندبره هلا فيه حاجة عند جامعة السلطة باختلاف الوينون بس اكتر عند حسب الله انه ما بدنا نكون اكتريه ما بدنا نكون اكتريه لانه اذا ما نكون اكتريه ساعاته بدون يحملونا مسؤولية انه طيب حكمه عملو حكومه وكذا مدري شو جربناها اخر 4 سنين ومعنا جواب فافضل شي ما حدا يكون عنده اكتريه اذا بتطلع عنديش الانتخابات هادي فعليا هيك مش ضروري يكون مقصودة انا ماني كتير مع ال conspiracy theories دا بس كل اللي علم قالت انه الحزبة ربح يعني كله everyone was the victorious person اه انه حزب الله وحركة انوال سكروا النواب الشيعة ربحوا هدا همه اوكي العونية على اساس انه بيكلوا كف يا لطيف شو هدا ادبروا حالهم القوات لو ما تقدموا كانت كارسي بعد كل الخطاب اللي عملتوا لا تقدموا الكتائب اذا ما قدروا يفوتوا بشي محلي يبينهم اكبر من ما هني فعليا كانت كارسي ادبروا حالهم الثورة والمعارضة وكذا فاتوا و13 نيب منو شي قليل ولي جملات ولي جملات كان في خوف جده انو فعليا وضعه يكون اصعب من هيك بكتير دبر حالهم تلعوا 8-9 نواب اذا ما في حدا خسران يعني؟ تماما بس اللي بق يعني ما حدا ربحان صح اذا ما حدا ربحان وما حدا خسران شو الواقع اللي انت فيه واقع بالنسبة لتحديدا اطراف اذا بيمارسوا السياسة بصورة تقليدية نعمل حكومة واحدة وطنية ونفوت كلنا على المجلس هني معهم اكترية بها المعنى مانا اكترية سياسية مانا حاملوا مشروع سياسي بس اكترية بتقدر تقليف حكومة بحياته نعملوا مشروع سياسي مانوش جديد يعني فالكتير عظيم بالنسبة لقالون انه هلأ صار فينا اوفيشلي ما نحمل مسؤولية اللي عم بيصير هي عادة من بلدان العالم الطبيعي عم بحكي عم بلدان اللي منحبه ولمنكرهه يعني فرنسا هلأ صار فيها تعدد احزاب كافية انه اكبر واحد بيناتهم بيجيب له 25% 30% من اصوات بس كلهم بدهم يحكموا فبيروحوا دغري بيجربوا يعملوا كواليشن كواليشن تكون سياسية يعني من جهة اليسار يعني راح ملانشون البرتي سوسياليست والخضر وكذا جمعوا حالهم يصيروا قوة بجربة بدهوا يعملوا دقيس حكومي ويصير معه اكترية عملوا كونساشنز لبعض وطلعوا ببروغرام سوا اذا بكرا جينا حكمنا نبلش بكرا قرارات نعرف جينا نعمل حتى باسرائيل ما اسرائيل التكوين السياسي اللي هندن صار اكبر حزب كما يجيب 25% بس دقري بيدبروا حالهم سياسيا مش انه يركبوا ارقام فوق بعض صار معنا اكترية يعملوا حكومة بيفوتوا على حكومة كلهم بيختلفوا بين بعض لا بدهم يعملوا كونساشنز لبعض السياسي هيا ما راح يعملوه هون فبيبقى ما حدا مسؤول عن اللي بيصير فهلا عربعة سنين توقع انه هيا الخبرية انه نحنا اقلي لكل اقليات كيف وقع بتعامل مع هايك ظرف صعب هدا السؤال الاصعب طب لكن نفكر شوية بالتغييريين يعني النواب لانتخابون هل كمان هيدا الشي في يصير بين نوابنا نحن نعرف كل واحد ترشح مع انه مش بمشروع واحد فيتا عدو دي لحد ما ديو ثنك كمان هيدا الشي لازم يصير معون انه يلازم يتفعوا على خطوط العريضة كما يصوتوا كلهم بزيت الاتجاه حلو والبشع بالسياسي انه مجبور اخر شي يدقوا اجريك بالارض ما فيك تبقى تحكي هيك بالهوا لانه هلأ صرت بقلب مجلس نواب فشو في عندك اوبشنس شو كل الاوبشنس متخين اللي بتحبوه لما بتحبوه فعليا بفيهم هوليهم اسموا ما يكونوا كتلة واحدة هيدا اوبشن في خيار تاني انه لأ نتوحد شكليا بس نحن مش متلفين على شي بس نبقى نوحي للنازل نحن شي سوا فها بتصير عملية تفاوض على اربع سنين ما بتخلص بين بعض على الارجح بتعطرهم قدرتهم على اي تأثير لانه بصيروا فعليا بدون يكونوا كتير مدورين لان اذا بدون يخدوا مواقف شارب بنقصموا وفيهم يقولوا انه علينا مسؤولية ضرورية نحدد بروغرام بوليتيك بس على القليل يكون عنا اربع خمس ست سبع قضايا هولي كتير شارب نحن فيهم عارفين شو بدنا فيهم وعارفين شو نطلوب انا رأي اذا ما بيروحوا عا اخر خيار فعاليتهم بتروح تماما بسير انه اوكي فيه 13 نيب قوادي محبوبين ما في منهم بس هما بيأسروا على الحياة السياسية هولي هيك على هامش الحياة السياسية عم بيعترضوا بمجلس نواب بيشبه شوية حالة نواب المعارضة بالتسعينات اللي كانوا كمان اذا بتجمعوا مع بعض انه ما كانوا يجتمعوا كل الوقت بس انه كان يكون فيه زهر الخطيب ونجاح واكيم نسيب لحود بتروس حرب نايل عم عوض سليم الحص بيعترضوا بتبقى نازهتهم الشخصية بهو القضايا اللي كانت تتصير بوقتها محفوظة بس ما بيأسروا بشي فحتى بالوجود السوري مكنش في مشكل فيهم اوكي بالواقع اللي احنا فيه اليوم مشكل البلد وصل لمحل انه انا بتصور هيدا لكجيري انه نصير واحد يتصرف انه انا اهمي هلق ما اطلطت وما يعمل مؤاطعة مثلا فكيف وحب يعمل انا ومن هون كانت اهمية تركيزة انا ومش انهيك الخيار مع مواطنون ومواطنات كان انه ضرورة وضوح البرنامج السياسي قبل الانتخابات لتسهيل العمل السياسي من بعض وقال له معقول انفجر بين بعض فان ما فيه شي صحة بالمطلق وغلد بالمطلق الناس هي بتنقل ونقل هيدا الشي هلا فيه ضرورة صار يمكن كان احسن لو فيه برنامج دجاء موجود وليحة واحدة بكل البلد بس انا اوكي هدا كله هلا ما قلو طعم الحديث هلا صار فيه ارجانس انه شهر شهران بس مش ابعد من هيك البلد فيه استحاقات كمان يكون فيه اعداد يومية بين بعض ينتجو شي مشترك وبيقولوا نحنا راح نشتغيط سياسي هلا نقعد مع سامير جعجع ومحمد رعد وجبران بسيل وكذا اللي بيقبل بهو نعمل تفاهم معه اذا ما بيعملوا هيك رح يصيروا يصوروا من الخصوم وحتى بصير الناس كمان تطلب انه بدنا شوية فعالية عم ننتخب حدا ليكون عم بيجرب بيعمل شي اذا ما بيعملوا هات رح يصيروا انه اوكي هو رفضية لكل شي ونحنا عم نعرض اكيد بكرا رح يعرضوا عليوني شاركوا كم وزير وكذا فلازم يكون فيه معايير لعاي اساس انا بقبل وبرفض انا ما عم برفض كل شي لا انا عم بجرب بكون براجماتيك انا بعرف انه متل ما ناس اتخبتنا ناس اتخبت تكون فاين بسأله ضدكم كيف بده واحد يقدر يخلق محل للنزاع السياسي يكون له ارضية يعني انه مش بيبقى كمان انه ضد كل شي انا اذا بتسألني رقي الشخصي بكل بساطة انت شو كنت عملت يعني لو كنت هناك شو كنت صوتت اول شي بهول انا بقصة دخاب رئيس المجلس كنت بجرب برشح حدا بعرف ما رح يربح بس رشح حدا منه شيعي مش لانه انا حابب انه صعب المشاكل اللبنانية بعد الزيادة انه تقلق الجدل على شي بس لانه اذا الصناء الشيعي بده ياخد اوكي بالانتخابات بس هلا بقلك شو كان فين عمل شي تاني لو هني مش هيدا غاية طبعا بس بتكون تاخدوا الحياة السياسية فعليا رهينة انطلاقا من موقع طائفة لانه نحنا ننسي المثل كل الشيعة فاذا ينا بيهبري ما في رئاس المجلس وبكرا اياها حكومة بحكم انه يا بتنعمل معنا ما فيها تنعمل بالمعيار الميثاقية تب انتو ساعتا عم تاخدوا الحياة السياسية رهينة عندكم الحق مظريا لانه ربحتوا انه بشيعة صح بس انا عندي الحق كمان انه هيدا عرف قصة رئاسة المجلس اذا هاك بدا تسير القصة رح سجل موقف انه قول انه ها اذا بدو يستمر رح يخلق موال تاني بالبلد يجيقول اوكي ما بدنا هلابة نقي حدا بينسجم معنا سياسيا وبرشحه قوله على رئاسة المجلس بيجيب اصوات اللي بدو يجيبها كله سيمبوليك اذا قصة رح تخلص انه في اتفاق سياسي يجيب 65 صوت كله سيمبوليك من هناك بالراية رمزيا حتى الاصوات واحد يقول العدالة اللي مرفق بيروت وكذا هو كمان شي رمزي الرمزية السياسية انه انا هيدا النظام الطائفي مرفوض حدوده هي نبيه بري ما بدي اعلق بحدوده مطلق الفراس حمدان لامين السر تماما وميشيل دوايه كيف نفس المعطة اللي نعمل انه امين السر ما منترشح عليها لانه في اعراف طائفي تنطبق على رئاسة المجلس واحد يكون برو اكتف طيوصل رسالة انه انا اموجان مع حالي ما عندي مشكل اطرح حدا بس ما هم ينسجم معي سياسيا يقصر يربح مانا بايدي بس بعدنا بقصة الجلسة اللي صارت كلنا عارفين شو حدوده انه في اتفاق سياسي بيركب بيدبر اكترية وهي بكتعمل معها فان الاستحاقات الاهم بكرة الحكومة الحكومة طريقة اللي بتنعمل فيها بلبنان بيجربوا يحتووا فيها كل الجو السياسي كانوا هاي بالزمانات حتى عقيم التسعينات وكذا يسموها انه بدنا ننقل المشكلة اللي بالشارع عقلب المؤسسات فنقول كل مجلس النواب بحطوا بقلب الحكومة وخلينا يتخانقوا جوا واللي هو معادل لمنطق الديمقراطية البرلمانية الديمقراطية البرلمانية التمثيل والمعارضة وكذا هاي بتكون مجلس النواب اما الحكومة هو فريق عمل سلطة تنفيذية سلطة تنفيذية ما فيك انت يكونوا بيقبروا بعض وبعطلوا بعض هو بيفوتوا من تفقية على مشروع بلبنان عملنا لغير طريقة فانا بتوقع بحسب هو كيف بيشتغلوا عادا انه هلأ قد تبدو يجوا لي الف حكومة اول شي اول خبرية تسمى مين بدي يكون رئيسة هاي اول رح تتلع حكومة قبل انا بستصعي بقل اذا في كابسي من بره طبيعة هيدا المجلس بتخلي في استعصاء محلي اذا بقل انقسام ما بيخلي يكون فيه اكترية بمحل انه يعملوا حكومة محليا خصوصا انه بلبنان حتى اذا معك اكترية ما بتستعمل لانه نحنا كتير بتعرف الكرم اللبناني وكذا انه عيب انه في حدا بالمعارضة متلقوا برا لا حتى حكومة نجيب مئاتي وحكومة حسان دياب عرضوا على القوات اللي قالوا ما بدوا يفوتوا بس بينعرض عليك دايما بينعرض على الكتاب بينعرض على كل الناس فهلأ المتوقع انه يجي نشي رئيس حكومة ويعرضوا على كل الكتال تعفوتوا فهو 13 نايب الجداد اللي فاتوا تغييريين رح ينعرض عليهم خدوا نايبين ثلاثة فكيف واحد بتصرف وزيرين ثلاثة اه سوري وزيرين ثلاثة فكيف واحد بتصرف مع هايك شغلين فيه كمان يجي يقول انا ضدكم ما بشارك بحكومة مش غلط لانه مقاطعة بعتد ما كتير العازة لانه مقاطعة فيها تصير برات المجلس بس بنفس الوقت المشاركة بحكومة انا بستعمل كشهة تزور فيها لا قدر أسر فيها ولا شي بس انه يبقى انت قاعد جوة فسكر بدمك وعطر كمان لا بس اتما واحد يكون عم بياخد كل الوقت هيدا الموقع لانه كل الوقت هني اكتريه وانت لا مش بس بقصة الحكومة انت كل الوقت اي رح تكون 13 نايب في طريقة شوى لي مش انا كل الوقت بدي يكون رياكسيوناء يعني ما بدي انا يعني جاوب عسئلتك انه بيطرح على واسئلة وانت احنا مسئين انت كل الوقت باندافع ولا انا شي فاعل بالحياة السياسية بطرح حل وبقول مش انا عم بيجي صعبة للقصة ما في امكانية للحل الا بها الشروط حكومة عنده صلاحيات استثنائية بالتشريع بالقضايا المالية وهي مش انه انا عم صعبة الدنيا لانه ما بحب نبيه بري وكذا ما بحب نبيه بري بس انه هيا ما خصة بها هيا انه بالازمة المالية نحنا فيها ما عندك امكانية تاخد سلسلة من القرارات وتقدر تطبقون الا هيك لانه انا اذا بدي ايجي اقول للناس انه مثلا بدي يجرب اخلق استقرار لسعر الصرف هيا ما فيه ابعته مشروع اينون لمجلس نوابي يحوله على لجنة مال وموازنة ويرجع على لجنة ادارة والعادل يحولوه على هيئة العامة وهات الله مايرده على اللجان مرة تانية فبأسرع سيناريو يكون ستة شهر ما هي اذا بتعلنه قبل بوقت بتمشي المضاربة لانه الناس صاروا عارفين انه انه هذا السعر فبيصير بيع الشاكات وقلوب دولار وكذا بيصير منك ايدي تخليها على 20 ألف لانه فاكتر بالسوق صار مضاربة دوبل اكتر شي بتبين على قصة الجمارك يعني اذا بدك انت تعلي التعريف الجمركية على البضاعة بكتستوردها بحجة سعر الصرف كمان اذا بتقولهم قبل بستة شهر للناس انه انا بدي يعلي الجماري يقول شو يخزنوا بضاعة من هلا ويستعملوه على المضارب على حيالة واحدة بديشتي سلعة على السعر الجديد وبصير يفلصوا ناس من ورا هيك قصة ففيه سلسة من القرارات بالازمة المالية وينما كان بالدني بكتوه على الصبح متاخدة كابة الكنترول بكتوه على الصبح متاخدة الدرائب اللي خاصة باسعار الصرف اللي بتسمح مضاربات وغيرها بكتوه على الصبح متاخدة فانا وقت عم طالب بحكومي عنده صلاحيات استثنائية بالتشريع هو بري ركوزت لحل مش انه انا جاي عم بفترع حدا بس قولك يعني هول من الاطراف السياسية التقليدي رح يقبلوا عليك مشروع ما يقبلوا بس بكون انت عارضت شيء انا عم بيجي اطرح لك طريق للحل بلوس كمان المشروع اللي بتحملوا حكومة اللي يفوتوا متفقين على القليلة على شهدهم يعملوا بالمواضيع الاساسية اذا بيرفضوا يروحوا يعملوا حكومتهم ببقى معارضة وقت تفرط وتفشل حكومتهم رح تفشل حكومتهم لانه هول بري ركوزت مش عم بيجي انا انه بدي بعبس فيهم انه عم بجرب زركم انا باعتباري الحقيقي اناعة هو شروط مسبقة لأي حال من دونه ما في حال وقت تجي حكومتهم وتفشل ما يجي يقولولي انه انا كنت معطرد على كل شيء لا انا كنت رح تكون طريق داني انتوا رفضتوا لانه مصرين انه اولوية التمثيل السياسي للطواف وكذا يعني الاستقرار الشكلي للسيستام هو اولوية على حل المشكلة اوكي هيدا خياركم هيدا مانو خياري بس انا ماني عم بيجي كون بيوريتان يعني انه انا ما بدي احكي مع حدا وانا ضد كل الناس وانا 13 نايم ماني قادر اعمل شي لا انا عم بطلح مشاريع حقيقية لحل مو انتوا بتردوها كل واحد بتحمل مسؤوليته قدام ناسه شو رايك بالPerformance سبعي تقول النواب بجلسة باول جلسة كيف كانت خيب تكون كتير منصف ما بدي يكون نقدي كتير لانه بفهم شو صعوبة انه واحد يفوت عم حل بعد ما انه منسجم مع الناس اللي هو بجاي من نفس الpoint of legitimacy يعني فهو جايين من نفس نقطة الشرعية ناس عم تنبش عم تغير هيدا التغير لانه ما اجا قبل الانتخابات بمشروع سياسي موحد بتكون النقطة اللي جايين منها مش هيدا بده شوية وقت يعني عم تقول بلاي من نايمني غير نجاة عون غير واضح صادق غير كذا هو وعنده الحرية المطلقة لا بدي اعمل براشر ولا شيء بس انه هو يب يتفقوا مع بعض بهو الشهرين ثلاثة عام شروع سياسي يما فيهم يقولوا نحنا ما نكتلي واحدة كمان هيدا حقهم حريةهم لو ناس انتخابتهم حرين يعملوا بالدنيا تساعتها يقدر واحد المحاسبة اللي بدي يعملون إياها تكون على أساس سياسي ايه اول جمعتين التركيز على الرمزيات وهي القصص ضروري بس انا منه هو الاساس في قصص انا ما بعملها ويمكن ما معي حق مش عم بيجي اقول انه بس انه انا حلقة مارسل غانب ما بعمل مهرجان معه مارسل بطلع معه لانه بدي استغل ايا بلاتفوم تحكي مع الناس مش كرميله بس بيعتبروا بالحد الأدنى نوتر مع انه انا بعتبره خصم ما في مشكل تطلع معه كخصم بس ما بطلع بيحتفل ما بتحتفل الناس عطتني شرعية ليه اهم شرعية بالعالم مش مساء غانب ما بعطيك ردي فيه اقوله هو ما كان حليف هو مسل مصالح كتير واضحة شوية بالعكس هو كان جزء لا يتجزء من تحتيم المعنويات تحتيم المعنويات سنتين ونص بس بنفس الوقت فيه حدا يجي اقولك انه بيحقلنا كجو له فترات من الوقت هيك الخبيط كون عنده لحظة انتصار صح بس مش مع مارسل غانب بس بتعرف يعني انا هل انت عطيش رعينا مارسل غانب عم توحي وكأنه مارسل غانب هو جزء من حركة تغييرية بالبلد اكيد لا يبقى برنامجه ويبقى موقفه حره بحياته بطلع تستفيد من منبر ومش تستفيد مني بس انا بعتد كمان هول الشخصية الصورية كمان بعتد كتير مهمين ومش بس بأول جماعتين بعتد هول الأربع سنين كتير مهمين ليه لانه كأنه هول 13 نيب عم بيغيروا مفهوم شو يعني نيب لبنان يعني هيدا النايب صار فيك تحكي معه ما عندهم ميليشيا حواليه صار فيك تسأله صار فيه هال وبفهم العالم ليه شوية عم بتركز عليهم بالمايكروسكوب وحقهم بس كتير صعب كمان يعني هني محطوظ مواف كتير صعب لانه هني منهم الأكترية وذات الوقت العالم كله عم بتكبهمهم عليهم لا تماما بفهم اللي عم تقوله انا بكون كاشس مرتين بعد لانه انا كنت بالانتخابات وانا قبل ما تكون الانتخابات حوالت قدمة فيه ما يكون هيدا موضوع اشكالي بس انا عندي اختلافات سياسية مع بعضهم انا بحكي بالسياسي يعني بالمشروع بس ناس انتخبتهم والناس انتخبتهم بنفس النية يمكن اللي كانت ناس عم تنتخبني فيها ده تغيير فعندهم الحق ياخدوا تشانس تبعهم لانه انا بعرف انه منهم جاي من نفس المحل وما بده واحد قدام هيدا الواقع اللي وصلنا له في واحد يقول كمان من موقعه يبلش يكسر بكل شيء انه انا كمان ما عاجبني شيء هيدا ما بيقدم شيء هيدا ما بيفيد هلا اذا وصلوا لمحل على خلاصات سياسية انا ما في قبلة راح اقولوا ما في قبلة مش راح اتخبه يعني بس ما راح اجي يكون هاك دغري بعض واحد واصل وكذا يبلش انه بحسها بالضر يعني مش بس بالضر ما الى افادة يعني بدهش شهر شهرين او شي تتوضح الاصص يقرروا شو يعملوا فيهم يكونوا كتلة فيهم ما يكونوا كتلة فيهم يكونوا كتلة عنده مشروع سياسي فيهم يكونوا كتلة عنده تروحات عامة كل واحدة بيقدر واحد بعدين يجيب عليهم بس انه بحط حالي محل حيالة واحد منهم بعدين جاي هل انا اذا عملت نايب قادر من اول يوم قول انا ما بدي اقعد معكم كلكون انه هيدا شي بيصير خيالي سو كنت حلفت معهم اذا انت كنت كنت بدي اقعد مبلش ناقش اوكي اذا نوصل على ارضية مشتركة اكيد ما بتصور في شيء اهم من هاك فلازم ينبذل بيناتهم كل الجهود اللي هي بتحط كل الايجو عى جنب كل القصص اللي بيقدر واحدة عى جنب يحط عى جنب تقدر يوصل على تفاهم بس كمان في واحد يعني فيهم هن بان بعض يكونوا حطوا كلهم عى جنب وما تتفقوا بالسياسة بفهم هيدا شيء بس في خطوط عريضة كلنا عنا في التفق عليهم يعني انت واحد منهم لو فت على مجلس نواب لهي مثلا استقلية القضاء توزيع الخسائر هاي النقطة التانية هي الاصعب استقلية القضاء على القليلة بالشكل يعني التفوه بهالجملة يعني فيه من بري ونزولي اولا هي الصعوبة وقت تقدم المشروع هل بتقبل المشروع اللي قدمته المفاكرة الاونية بالالفين وثمانتعش بهالتفاصيل ولا فيه تفاصيل تانى وكمان ما فيه شيء منزلي مش انه هيدا صاحب المطلق وهيدا غلط بس بتصير التفاصيل هون بس بالمبدأ استقلية القضاء ما رح تكون اشكالية توزيع الخسائر وقت تفوت على قصة صندوق سيادة ومش صندوق سيادة لقى هون الاختلاف جزري منه بسيط هون عم نحكي عن شكل الدولي كلها سوا وعلاقة هالدولي بالمجتمع وهيدا متى ركز بهالسنتان الثلاثة الجايين ما بسهولي بقى فيك تغيرها بوقت ثلاثين وصنة واربعين سنة طيب سؤال جاد للاشخاص اللي باركي ما بتعرفشوا والسندوق السياسي وكيف بيلعب دور اساسي بتوزيع الخسائر فيه نظرية هي بده واحد يرجع للإستوريك تبعا بالبلد وتبلشت الأزمة كان فيه تخبط سياسي من قبل الحكومة للتعامل معه فعلا ما كانوا عرفش بنيعملوا ورقة الحرير اللي اللي بتذكر هي عطيهم 72 ساعة وطلعوا بورقة إستحية كانت شي خيال يعني شو كانت بورقة إستحية بوقتنا ما كانوا فيه انهيار فيه مشكل بعجز الدولة الميزانية يعني انو عم نصرف كدولة اكتر مع نجبة كانوا مقدمين موازنة فيها عجز ست مليار دولار اجتمعوا بها 72 ساعة طلعوا ورقة انو صار العجز صفر اذا بتقرأ فيها كيف صار العجز صفر بيسلفهم مصرف لبنان ست مليار يعني اعطيهم لهم دين يعني فنقلوا الاخسارة من ميزانيته لعم ميزانية مصرف لبنان اللي اكتشفنا بعد بشهر انو وضع اسوء منهم يعني فهي كان كله تركيب أرقام ليحاولوا يحتول غضب الشعبي بقى كان اذا بدك تقريه بالسياسي هم مش عارفين شو جايين يعملوا بدون يسكتوا الناس هيدا كان بريواتي ايش تحكمة حسان دياب واضح وتاتقلفت الحكومة ما كانوا عارفين جايين عتعسر عن الدفع لانو اذا بتقرأ البيان الوزارة كان تقليدي شوي انو منخفف نفقات ومنزيد الجي باي وانو الحياة ماشي الحال عندنا ازمة بس جدية اول جمعة قاعدوا فيها وصلوا الاستحقاء بدون يدفعوا دان بالدولار صار الدولة وقت انو تدفعوا بأفريل يعني ما كان انهم شهر ونص وصلوا كيف هنتصرف معه هيدا لبنوكي ما عم تعطي الناس دولاراتها وانا بدي ادفع لبنوكي مليار ونص دولار طب انا كيف بأمن انو هول المليار ونص بيستعملون لبنوكي لا يدفعوا للناس ما يطلعون لبرا ما فيه أمن وانا ما بقي لي شي بقى البلد الا الاحتياطة اللي بقي بمصر في لبنان ما بقى عم فوت دولارات وكتع مصري في شغال فبوقت اللي قال القرار اللي اخدوه جيد انا برأيي انو تعصروا هم دفع لانو سألولا حاكم مصر في لبنان اللي اجا على الجلسة طب اذا احنا دفعنا هالمليار ونص بعد شهر جاينا مليار تاني وبسبتومبر بعد جاينا مليار ونص معك تدفع هوا كلهم قالهم انا هلأ بيجزم لكلهم انو قادر ادفع ومن هلأ برايح كل شغلة بشغلتها ما بوعدكم بشي فصاروا مع الجو اللي كان راكب بوقتها البنوكي هي كانت كمان شارية داينة من الدولة يعني داينة الدولة بسندات يوروبونز بسموها ها كانوا عم ببنشوا يبعوها لمصارف اجنبية لانو المصارف اجنبية بتتفاوض مع الدولة غير ما البنوكي بتتفاوض من المحلية فهي صارت خطرة انا اذا دكت دولة بعطيهم مليار ونص فينو طلعون لبرا والموديعين ما بياخدوشي وبكونوا عم بصروف شو بقى الباقي عندي دولارات هوا الدولارات الباقيين هن الشي الوحيد الباقي تجيب لكم فيول ودواء واستهلاك لكل التجار اللي بدون يستوردوا اي قطعة وما بيجيبوا دولاراتهم ها فالقرار كان منيح بس هدا كان بيستدعي بسرعة كتير تعمل خطة لتفاوض هول اللي حاملين السندات من الوقت تفعلهم عسى ما يرفعوا لك دعاوة وتفاوض صندوق النقد اللي يبلش دولي بالعالم تقردك ما انت تعسات عن دفع بطل حدا بيعطيك الا الاي ماف عملوا عسى لكن مش نهك نازم بوقت الحكومة تجي مع الخطة تغلد بلش تاخد اوكي تأخروا شوي بس برضو بوقت معقول عملوا خطة لازار خطة لازار عم تجي تتعامل انه فيه ناس بالبلد حطين بالبنوكي وداع بالدولار بقيمة 140 مليار دولار هلا اذا مننفض البنوكي ومننفض المصري في المركزي والدولة كلها سوا شو معنا كلنا سوا بوقتها كانوا ما بيطلعوا خمسين مليار دولار كلهم عبعضنا فيه فرق تسعين مليار بقدر خلي انا علي دان كدولة وبقدر انا المصري في المركزي خلي عليه شوية دان بيبقوا سبعين مليار وما بتجيبونه بدنا نوزع خسائر اذا ما بوزع خسائر فيه يخلي البنوكي مطلوب علي كل الوقت مليار دولار بعدين بيصيروا تسعين وثمانين بس هيدا بيخلي اقتصادك كمان يصير يصغر لانه شو معناتها ما يكون عندك بنوكي الاقتصاد بالعالم مش بس بلبنان جزء اساسي من درايفر تبع الجروس تبعه تينمى هالاقتصاد هو الدان انا اذا واحد طالع من جامعة بده يفتح شغل اغلب الوقت بحاجة للون وعشرين الف دولار خمسة عشر ديبنز فيكون مليون دولار حسب تقلع شغل لا بلش اذا ما عندي كابيتال بحاجة نجيبه اليوم نحنا بلد ما فيك تدين فيه شي انا وطب الاشنال بودكاست بجاعد جمع دولارات لا تشتيهم بدولارات حقيقية بينما انا قدر اخد لون بعش تاليف دولار بسكره بخمسة سنين ما بيطلع علي شي بالشهر وببلش شغل وببلش طالع مصاري فبيبطق لك كل حركتك الاقتصادي اذا بتشيل قصة المنوكي من الدق وما فيه بقى حدا يدين شي اثنان اذا فيه كل هالمصريات للناس ومني قادر رده طب ما هو عاطن اذا بدي اعمل انا ومني بحاجة لدان الدان مني قادر للوقت طب انا مني بحاجة لدان انا عندي مصريات ببعض ايه مش قد يتخدوه بل ما بيجي بالنسبة بس انه البرة بدي يجي يبعط لك مصريات لهون يعني النسبة هو قاعد برات البلد ما هيدا القاعد برات البلد شايفك انك بأزمة تتصير ارخص وارخص وارخص بعدين بيجي بعدين بيجي ما رح ايجي انا والأزمة بعدها بنصة ففي حاجة انك تشيل عن حكتافه للاقتصاد والمجتمع اخسارة ما معه بقى يسكرها ايجوا قالوا انه فيه تراتبية بمين بيحمل مسؤوليات بتبلش بي الاقتصاد الرئاسمالي الحر انه لا لينين ولا تروتسكي انه القطاع الخاص اذا بيعمل مصريات ما حدا بيسأله عن مصرياته كيف بيصرفها بس بيفلس كمان ما حدا بيجي بيشيله هيدا انه نزغر دور الدولة وهو اليمين التقليدي بس بدي علي على هذا الموضوع انت حددت انه رئاسمالي لانه في بعض الاتهامات كانوا عم بيحبتك انه أنا شيوع او يساري ايه مش من اول شي من اتهام ولا مسبق انا مني شيوعي مسئب هيك يعني انا مني شيوعي خياري بالحياة مكن هيك هلا انا يساري بمعنى غير لبناني يعني كيف بالسياسة الغربية اعساس ما في يمين يساري بالبلد على وظائف الدولة انا ايه بفضل انه الدولة لا يكون عندها دور بالاقتصاد خصوصا بالواقع لبناني اللي بنحكي عنها بعد شوية بوقتها بيجوا بيقولوا انه البنوكي افلست بالانون اذا انت تاخد وداع من الناس وما قادر تدلونيها ورأس مالك مش قادر تدلونيها انت فلست فانت بتحمل كل رأس مالك كخسارة 21 مليار دولار نشتبون وبنرجع بنحمل بحسب قانون نقدو التسليف اللبناني المساهمين تبع هالبنك اللي اخدوا هالخيارات يعملوا التوظيفات الزم المالية تبعك بتبطل مفصولة عن البنك بتصير واحد وبنحاسبك على اموالك الخاصة لان انت قالك 30 سنة بتوزع ارباح بمليارات الدولات وبتحطهم برات البلد انت عندك بانك لشو بتحطهم ببانكك يعني انت عارف انك عامل ضربية هيدا رفضوا جمعية المصارف بصورة كتير كبيرة وحقهم كتير متوقع مش قصة حقهم عم بدافعوا مصالحهم عم بدافعوا مصالحهم ورفضوا المصري في المركزي لانه بتكشف كمان الاخسارات عنده كوارس وانا متواطئين بالنبعاد بيقوم بوقتها بيعملوا خطة جمعية المصارف انه نحن عنا خطة تانية مش مشبورين نعمل هوا كلهم شو الاساس تبع الخطة الجمع بين اموال المودعين وخسائر البنوكي وخسائر الدولي قولوا هوا واحدة نحن مانا خسرانين نحن ديالنا الدولي اعطونا مصرياتنا والمصري في المركزي اعطونا مصرياتنا بنسكرهم وكأنه بالقنون انت بتتروح على البنك بتعطيه مصرياتك انت عم بتشاركه بالخيار وان بحطيلك مصرياتك انا ما بشاركه بالخيار انا بحط مصرياته عندك فيه كونترا بينه وبينه بتردلي مصرياتي معها الفيدي انت شو بتعمل بالمصريات وان يصيروا عندك هو خيار ما بتستشيرني فيه انتو بتنظروا علينا بالبنوكي تلاتين سنه كلما يتلعوا على التلفزيون بيسألوا مثلا انا معي شوية مصاري شو بعمل فيهم بقولولك اذا معك مليون دولار باك تعمل محل واحد حط هون شوية هون شوية بالبورسة بتشتي عقار طب انتو يا فتاح تنصحونا عن نصيحة كلوقت جيتو واخدتو كل مصريات تحطيتو مصري فردنان والدولي كلون هذا خيار مش انا اخدتو انت اخدتو ع تلاتين سنه كان كتير عم ينفع كل سنه تربح مليارين دولار مليارين دولار نت بروفت يعني بعد ما يعمر فروض ويدفع المعاشات ويجيب الياخت طبعا وكذا يبقى في عنده مليارين دولار بوزنه واربا وقت كنت عم تعمل مليارين دولار وانا مرة قصمناك يعني هلأ وتخسر قال خسرتكم انتو عندهم طب شو المشكلة بها القصة التانية وقت تجمع بين الدولة والقطاع المصري وكذا بتصير عم توحي وكأنه مسئوليات تالي بتسمعها كتير انه اول واحد من هم مسئوليه هي الدولة يعني الدولة هي السرقة والفساد وكذا مدريشو هن سرقوا المصريات فخلي الدولة تدفع اكبر شئ من الاخسارة المشكلة بها الفكرة انه ايه من شغل الدولة يجب يحط الحبس ويجتاح يخذك المصريات وانا معا اما الدولة الدولة هي نحنا ميني الدولة يعني كنا مقابلة وقت عمت مقابلة سنة الماضي مع دار قزي انا وياك اذا انا وياك لحنا المجتمع جبنا دولة هالدولة بتاخد ضريبة منا اذا حمل لها الاخسارة من مين بتسكرة منا انا بتاخد درائب درائب الناس ففي يحملها الدولة دين 200 مليار دولار من ما بتدفعهم بتحمل نيهم اليه فلا الدولة شيء ومن شغل الدولة شيء تاني اللي شغل الدولة عليها مسؤولية خاصة بالقرارات اللي اخدهم وبيتحاسب اما الدولة ما بحمل اخسارها بدي يحملوني ضرائب ما بدي احمل ضرائب ما دخلني انا يعني باية عنده دكينة بيجوني بيبيع لانجوري وكذا اذا وقته يخسر بتتدخل الدولة كمان لتسكر له اخسارتو انا مع البنوكي تسكر له اخسارتو من الدولة اذا لا لا هذا الاسمالية بالصورة كتير واضعة فاخترعوا طريقة لا يسكر هول اخسارات كيف قالوا منجيب اصول الدولة يعني مؤسساتهم كهرباء ومي واتصالات وغيرهم املاكهم الخاصة الدولة بتملك هي عقارات لها املاك العامة اللي فيها تستثمر يعني الشط اللبناني مثل ما نكون كمان عمل هدا هني واضحون حطوا فوت نوت تحت حطوا اي جي اكزامبل لبانيز ووتر فرونت يعني كله هدا ما انت فيه كدولة انا اعطيك امتياز اروح عمول ريزوت بعطيك رخصة هو كلهم بنحطهم بالسندوق السيادى بيطلع هدا بانون انه هو كلهم بفند فيقلوا مجلس ادارة بيصير يدير هالاصول هيدا لانه صار في مجلس ادارة بيصير يعمل ارباح الارباح اللي بتطلع من ادارة اصول الدولة من شي اللي نعطيها للناس كوديقة نسكر وديقة عن الناس هيدا هو الاقتراح طبع جمعية المصالف عكزة لفل خرا ما مان بك تبلش معهم اولا سؤال بس للسحر نحنا عنا حكومة بيجيبها مجلس نواب بتدير هي اصول الدولة مانتانية الدولة هيدا صندوق السيادى كيف بدي يطلع مش رح نستوردو هذا بيطلع بانون من مجلس نواب بدو ينحط جوات الانون كيف منعين مجلس ادارة اللي بدي عينها تعينات على ارجح الحكومة اما الحكومة مجلس نواب ليش اذا الحكومة عينت مجلس ادارة يدير اصول الدولة صار سويسر يعني صار يا رطيف شو بيعمل ارباح بس اذا هن ديراكت ما عينوا حدا هن دارو بيصوص المية شو الفكرة هل هن رح يعينوا يعني مش بالستة وستة مكرر وقديش في موارنة وقديش في شيعة وشيعة عم بتحلج مشكلة مع مشكلة تانية عم بتعمل اوتسورس لشي نفس الناس اللي هون هون بس فجأة بدو سير كتير مني ها اول مشكلة فيه منا لوجيك كتير تاني شغلة انا اذا افترضت انو مش افترضت هو بالواقع الناس المشكلة اللي عندنا هيه هو بالدولارات مش بالليرات بيطبع رياض سنين وبيعطيها الناس مش مشكلة بدنا نرد للناس ودقعة بالدولار في شي مؤسسة بهالجمهورية بتقبط ضرائبة الدولي بالدولار بتقبط لبناني فانت شو بك تطلع لبناني لتسكر دولار؟ بدنا مئة سنة لما نسكرها هالقصة فهون منك كمان كتير لوجيك تالت شغلة الوصول الدولي هي كلها شو في ناس بتقولك انو مش بس بدي اشغلها لطلع من المصاري بيعها خيب بيعها وطلع مصاري جمعية المصاريف هي قالت استيميشن ما منعرف ما اجي انو استيميشن هو اربعين مليار دولار اجي البر كوستانيان كمان منو لينين البر كوستانيان عمل دراسة بمركز عيسان فيريس بالايوبية جرب يعمل باكتر سيناريو اوبتيميستيك طلع سبعة عشر مليار طيب انا ازاب سبعة عشر مليار وفي عندي مئة مليار هلا هوا ما بسكروا شي اخر شغلة طيب افترضنا طلعوا سويسرانية وطلعوا دولاراتهم بعجيبة وعدنا نسكر لهالناس على فترة من الوقت سؤال هالدولة هالبقيت عندها موظفين وعندها جيش وكذا وعندها اخبار عندها مستشفيات رسمية ومدارسة رسمية هيبطل عندها ولا مدخول ما كل مؤسسات الصورة برا تقدر كمان ما تبلش تجع تدين تخسر وتدين تخسر وتدين بسيبها تعلي الدرائب فانت بتشلح الدولة تتسكر اموال المودعين بس عم تعلينا الدرائب بس عم بتحمل الناس كمية هقلة من الدرائب بتقدر ما تخلي الدولة ترجع تضطر تدين من الجديد نرجع نفوض بنفس القصة فهيدا الحل مانو حل هيدا شو قول ليش عملوه لانه هيدا الطريقة بتخلي البنوكي يقولوا نحنا ما فلسنا اعطونا هالاصول ومنقعد على خمسين سنة ومئة سنة واللي هو منصير نحنا فعليا لانه ربطناهم فينا هالاصول صارت شغلتها انه تعطينا مصريين فنحنا لقطنا المفاصل اللي بتشتغل فيهم الدولة الليبنانية الكهرباء عنا هالمية عنا بصير توبك تفايل يعني كانت صاروا هن السلطة السياسية فعليا لان اذا انت لقيت المصريات ولقيت المؤسسات ايش بدي بالحكومة بصيروا يقعدوا يتسلوا هيدا هو هيدا هو السندوق السيادة طوالت لا هيدا 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 خييف طب هلا لكن في خيار تكون معه او ضد صندوق السياسي هيدا 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 او او اكيد لا اكيد اول شي اعني كمان نرجع على لينين وماركس صندوق النقد رفضوا صندوق النقد ضد صندوق النقد بيقى بيقى لك ممنوع انت بأزمة مالية تعمل بيل اوت لشركة خاصة قطاع خاصة لبنوكة انت بتوزع الاخسارة وانا ببلش اعطيك مصاري ما عندي مشكلة انا ما بعطيك مصاري تتسكر اخسارات انا بعطيك مصاري لتستثمر باقتصادك فانت فيش شزق من هيركات بده يصير ما حدا يضحك على العالم نحن عم نعمل هيركات كل يوم بس يجب يكون هادف لان حتى اول شي بك تحمي ناس من الهيركات في ناس ما بتحمل الهيركات وبدك بعدين تحمي وظايف من هيركات حسوب حالك انت بالدولة وانت عليك مطلوب وداع 100 مليار دولار وانت اليوم بين الدهب وبين شو عنده رياض سلامة الدولارات سوا هو بيطلعوا 27 مليار بس مطلوب عليك 100 مليار انت بتصرف 27 مليار تتعطيهم وداع فيك بس انت بتعملها لو فيك تجيب كهرباء لا فيك تحسن بناء تحتية لا يصير عندك اقتصادي ينتش شي لا فيك تضب الطرقات لا فيك تعمل المشترك لا فيك تفتح مستشفى لا فيك تجيب شي دولة ولا شي مكاسة فانت تخلق بالانس تجي تقول انا رح عزز مع الوقت احتياط الدولار اذا مشي لبلان ايكوناميك تبعي ستقدر صدر قصص ستقدر صدر خدمات ستقدر عمل صوفت وير ستقدر عندي اقتصاد فانا فيه مع الوقت عزز الاحتياطة تبعي وبحط بورشن من هالشي لا يقدر مع الوقت تسكر لانس اكتر قدر بقدر بس انا كبريوريتي بدي حافز على رقم فيكون خمسة مليار دولار فيكون عشرة مليار دولار هيدا بدي جيب فيه فيول مشبور تدور الناس سياراتها ولا دولهم ضوية ولا قدر كمان امن لمناطق صناعية اذا فيه بلان ايكوناميك مبنى على صناعة هو بدي امن لهم كهربتهم يعني يمكن ايه اول فترة بدي حمل الناس ساعتين كهرباء بنهار تقدر اعطيهوليك 12 ساعة بدي اعمل هيدا الخيارات هيدا توزيع الخسائر توزيع الخسائر مش بس مصريات في حدا تبع الازمة رح يحمل بهالسنة ونص اللي جاي اكتر من غيره لانه ايه الصناعيين رح يكونوا اهم من اللي بيستوردوا الناس اللي بتشتغل وخدمات قابلة للتصدير هو ابدأ من اللي بيبيع عقارات ايه هو خيارات مش نهيك الاحزاب ببتعملها الاحزاب اذا انا معي الطايفة كلها سوا الطايفة فيها اللي بيشتغل عقارات وفيها اللي بيشتغل استيراد وفيها اللي عنده بنك وفيها المودع وفيها موظف فيها ما عنده إلا لبنانة بالبنوكة فيها عنده دولار اذا ببلش ايخد هالخيارات انه في فلان بده يحمل اكتر من فلان بنقسم الحزب فشو الحال ايجي يقول انه هايدي مؤامرة اما هايدي مدري شو ايخد الطايفة كلها معي عمشكل اكتر من ساعتها شو بيعمل ومثل ما عم بيصير هلأ شوي تقسم المجلس عموديا انه في مع سلاح الحزب وفي ضد سلاح الحزب وخلاص بيرجع وبيعلقوا بهذا الدوام ومما طلع منها ما ونفوت بهول التقنيات اللي انت عم تحكي تماما التواحد يختصر شو خيار بديل في تكنيكاليتيز بتطول وبتصعب بس بالاختصار بحمل المصارف كل المسئولية المالية 21 مليار بطل ولا صاحب بانك صاحب بانك اللي هو فيه بيتطبق علاء النون النقد والتسليف زمته المالية بتدخل بزمية البانك ويحاسب على امواله الخاصة بحسب مسئولياته الودائع بعدين تتفرق عن بعضها ودائع النقابات مثلا اللي بتجبر مثلا المحامين مشبور انت تحط اشتراك هالاشتراك على اساس كان مفروض يكون لضمان الصحي تبعي وفي بعض النقابات كمان فيه الضمان تقعد وتوقف لانه معنا قنون بالبلد بينظم هول الفونز كفونز اجتمعيه هو منهم مثل حساب واحد بالبانك نحن نحط حساب من هالحساب هو لو فيهم عشر ملايين دولار غير غيره السقف تبع الكابتور الكنترول عليهم غيره السعر الصرف اللي بتسعب منه غيره إذا في حسابات بالبنوك تتوظف لصناعات معينة بسمح لها بالكاب أعلى من هوليك لأن هولي أنا بالشي اللي عمله انا بحاجة لهولي بلشو جيبولي دولارات فمشان هيك بدين شال السرية المصرفية واقعد امشي أول شي بانك باي بانك شواضع تاني شي صنف الحسابات مش بس كأرقام مش كل واحد فوق الميت ألف دولار بيأكل كاف ما هو مش نفس الشي انه في واحد عامل ثلاثة ربع مصرياته باللعب الفوائد هذا ما مش ناتج وظيفة للبلد هذا بيقدر يحمل هاركات غير عن غيره في الفوائد اللي استفادوا منها آخر فترة توزيع الخسائر بيصير على هالأساس وبدو يبقى في شي بدو يتوزع هاركات منشوف ساعة شو نسبت ومنزغره لأكبر قدر من بعد كمان ما تترك شوية اخسارة ومصري المركزي مش وبتبقى أصول الدولة هلأ أنا إذا بتسألني أنا شخصيا بعض أصول هالدولة أنا معخص خاصطة بس مش تستعمل المصريات لسكر اخسارة حدا تستعمل المصريات تستعمل المصريات تستعمل بفايبر أوبتيكس بحيالله شي بالإنفراستركتشور اللي أنت عم تختارها لإقتصادك بحاجة لمصريات تستعملون هون مصريات لا يستعملون هون ما بسكر اخسارة حدا لأنه أنا مش قادر أدين إلا هو بقى وأصول الدولة ما عندي غير هو إذا بعتهم أي شو برجع بعمل بقى هيدا الألترنتيف مش إن هيك هيدا مشكل جزري لا أكيد هيدا مشكل جزري وبعتقد يعني لازم بيبلشوا يشتغلوا سواء ومثل ما قالت يعني واذا بيلحقوا هيدا الخطة أو نوت وأنا بعتقد هيدا الخطة معك حق فيها بعتقد أنت ذكرت الانتخابات 2022 وأيثنك هذا شي كان يعني الانتخابات بحاجة زيتها الانتخابات كل اللي عنات أثرت فيها اللبنانية داخل البلد وبرط البلد وأكيد لما رشحين كمان كان شي تاني أساس نائي أنا شفت الحملة اللي أنت عملت على لاحة نحو الدولة وليبعد أكتر أنا شفت كمان العالم كانوا يتفاعلوا معك بهذه الحملة ومعك بالذات الزات على أسر العدد تشوف شو كانوا النتاج وقلت أول مرة بجعب أولى ما أعتقد كان فيه واحد أكبر من 30 سنة كل العالم كانت نحمن زلد أنا أكبر من 30 فهذا الدليل على أنه صار فيه انخراط طويل عريض من جيل ما أعتقد كان فايت بالسياس من قبل لكن كان يشوف لاحة نحو الدولة لك منفز لألة وللأسف خسرت أنت على 88 صوت سمني غلطان السؤال بترحلوا ليه أنت بتعتقد العالم هلأ ديت فعلت مع غير يعني غير والأشخاص اللي هلأ انخرطوا بالسياس بس كمي فيه عالم كان تمحزب بطل تمحزب ويجرب تأيد هذا المشروع عم بتقول أنه خسرت 88 صوت فينا نحو الأرقام ليشوفوا الناس شو 88 صوت له هذا الرقم يعرفوا صوت صوت بفروق بالمثن سامي جميل عندي كل الأرقام لا أعرف ما يزبوطون سامي 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 بالموارنة بتصور ولكن ملح نرياشي يجيب 15000 صوت نحو نحو نرى صفحة نحو عند الموارنة سامي جميل 1466 صوت بيجي أنت بعدين 8526 رقم مزبوط من بعدك بيجي إلياس حنكاش مع 6148 حالة موزيعة وبعدين إبراهيم كنعان مع 5513 صوت صوت 88 صوت لو كمان يعني هو إذا بتخدية بديك تعرف شو 88 صوت منتخب تقريبا 95000 شخص فرقيت 88 صوت هذا الراشيو غير أنه سنقدم طاعا لأنه في كتير إشكاليات بالفرز يعني بس لا حتى لو ربحت على 88 صوت بتشوف كمان الشغل اللي بتأثر كل صوت بأثر أكيد وكمان للعالم اللي بكر ما بتعرف أنت منك من المتن يعني أنت من كسروين وزمن الغلطان هو الأصل أنا الأصل ما فيش أصل نفوس بعبدة شياح خلقت بكسروين ما بعرف كتير الشياح وقررت المتن لقرار سياسة يعني تبعت من هون فيه كمية من الخصوم لأن لأن لإذنانية يعني حتى إذا أنت جاي من زيت الطائفة فيه زينفوبية لحد ما يعني فيه عالم كنا من نحكي فيه تحت الهوى أنه إذا أنت جاي من ضايع مختلفة فيه هل هين نفوس ما فيه من بالعالم لأن هي من أصل العائلة غصن فيه بعبدة فيه بالشوف فيه مش مستار فيه بعجلتون فيه بالكورة من أصل العائلة بالشياح اللي صار هو أنه آخر تعداد للسكان العمل بهذا البلد كان 1932 الفرنساوية بوقت عملوه سيقى ببير جدي بالشياح يمكن قبل خمسة سنين كان جاي من الجنوب وعليقنا من وقت نحن بالشياح نحن خمسة دول بالعالم بس من هاي ما بتعد السكان أريتريا أفغانستان لبنان الوسطن سحارة اللي هني من هم دولة حتى مش معطرف فيهم ودولتان غيرهم سيتون ليش ما من عد سكان لأن مفروض نتعامل مع مجتمع ستيك طي هيدا نظام ما بيحمل تحرك بدور مناطق مسيحية مسيحية مناطق شعية شعية وكذا فأول القرارات اللي أخدنهم بعد استقلال هاي منوقف الخبرية ساعات هاي بيصير بيصير مثلا أنا قاعد بجونية جونية بتبقى عمد التاريخ بتصير تطلع مع الوقت بس ببطئ هوا ليه جونية هي 17.000 إنسان بينتخب منوظف شرطة بلدية ورئيس البلدية والزعامات المحلية يعني فرام والبون والخازن كلس الأحزاب الموجودين بلاحق عليهم شو بد يعني خدمات كله ملاحق إذا نتعامل مع المجتمع الواقع يعني ما كل دول العالم بيصير فيها يعني جونية عايش فيها 250.000 واحة تعرشي يا فلان لفلان لو نتهم حدا كله شغال القضاء كله بيصير فيه أكتر من نص مليون إنسان بطل إنه في 90.000 صوت و80.000 صوت ساعت الخيار بيبطل كتير يأثر فيه العوامل الدايقة إنه أوكي شو بكتر شي 5000 واحد رقم هاي شو بيأثر في 500.000 واحد يبقوا مسيطرين على المجتمع ويبقى محافظ بيعرف كله بعضه بلدية بدي أقولك ما أعرفكم أنا معقول عم انتخب شي ما أعرفه واللي عايشين بالمنطقة بتأثر وبسلطة هني ما فيهم انتخبوها فأنا أساسا بالبروغرام هو أول شي هو عبدو يعملو تيسير دولة مدنية مش يلغي الطائفين مفصول الدين عن الدولة فيه مصدر التشريع في لبنان هو الشعب مش دين للقرآن وللإنجيل نحن دولة مدنية محتلة من قبل طوايف أنه بحجة الطائفين بصير أنا أعمل وظائف الدولة بتصير في عنا بدل منطق الحقوق الدولة بتأمن لك حقوق في منطق الخدمات هيا بتتأمن بها القلية إذا بتعمل تعداد للسكين بتعمل بولفرسومان شوية بالمشتمع ما فيه إمكانية سريعة أنه يحتوو بصير الناس تنتخب بحسب مصالحها الحقيقية فأنا اختيار الشياح وما إلي علاقة بالشياح كان فيه اختارة سياسية بس ما بيختار أصلي من الشياح كان فيه احتمال أنه واحد يترشح بكسروان لأنه قاعد بكسروان بعرف كسروان ليش ما نقاد كسروان ما عمين بدأ أحكي بالصندوق السيادي الزعاميات المحلية بكسروان ما فرقان ما عمنا قصص المعركة الانتخابية بكسروان أنه فريد الخازن بوجه نعمة فريم ونعمة فريم بوجه منصور البون ومنصور البون بوجه العونية والعونية بوجه القوان أنا قاعد بكسروان فأتبعت شواء وما حكي فيها كلمة سياسة بالمطلق مش قصة صندوق سيادي ولا توزيع خسائية يعني كل الحديث وولئات هذه الوفا أنه تكون وفا لهذا أعطيك خدمات فأنا ما حسيت هون المساج اللي أنا بدي أحكيه رح يكون قلو صدق المتن فيه إبراهيم كان عنه رئيس نجنة المال موازنة مسؤول بالخاص آدي أبي اللمع اللي كان هو ني بالمتن بالقوات كان بالجنة المال موازنة على الرغم من كل يسبه بعض على الهوى وكذا طلعوا أرارهم بالإجماع وقت سقطوا خطة لازار للاخطة سامي جميل هو اللي ياخد المعارضة بيتحالف مع أنطون السحناوي ببيروت صاحب بانك SGBN تحارب المنظومة اللي شو هي المنظومة غير هو يعني المنظومة شو الفرق عن السلطة السلطة هي الحكومة المنظومة كأنك عم تقول تعريب لكلمة استبلشمت أنه في مجموعة علاقات مالية سياسية هي القرار عندها وراء الدولة والدولة بتنصع لقلها هذا التحالف عمل بين الكتاب وبين أنطون السحناوي نديم جميل وتاروزيا تاروزيا هم رشح أنطون السحناوي وهي لايحة أنطون السحناوي ونديم جميل يتمع على لايحة ساري أنا عم أقول هذا الشي لأنه إذا مان نديم على الليحة ساري عفونا عم بحكة عن سامي سامي ترجع علماتنا التغيير هيداك ببيروت الأولى أنطون السحناوي مرشح ببيروت الأولى جون تاروزيا طلعوا من القوات مالكتاب آخر مرة كنون عليها القوات طلعوا من القوات رشحهم مع تاروزيا اللي هو أنطون السحناوي مرشح ساري تطارب مصالح عشانك أنت استراتيجيا ترشح بالمتال لأنه في هيدا الكنوتيشن طب ليه هلقد العالم تفعلت مع هيدا الكمبيان طبعيتك السؤال صعب لأنه أنا بعتقد في كتير عوامل أولا تكون كمان كتير واقع كان في طلب على التغيير فيي وبلاي يعني أكيد الشخص بأسر بس أنه في غير لوائع بغير مناطق كمان كان في طلب عليهم لأنه في شي أنه كان هذا يعني أنه عم تنتخب عقابيا لناس عم تنتخب شي تاني هذا موجود الشباب تحديدا الصغار بالعمر لأنه وعي من مرتبط بس بالضايعة وإجا خدمنا الشيخ ما بعرف مين بشوف برا شو عم بصير بالدني المفهوم السياسي شوي مختلف عن المفهوم التقليدي بلبنان بقى وتي يسمعوا حديث عم بيحكي عن بوليسي مش بوليتيكس شو بعمل بالإسكان شو بعمل بكذا بيشوفوها ببقية الدول آخي هذا هيك بتصير القصاص وهي قضايا بتهمنا ليش ولا مرة بحياتنا سمعين عليها بحسوا هذا شي وبعتقد الخطاب اللي عم بيحكي عن توزيع الخسائر خصوصا عند الشباب انه يخلص خسائر ويحمل اللي تصرفنهم من مصرياتهم غلط المسؤولية وانسرق مستقبلهم لانه مستقبلهم كلهم طار الكبار بالعمل صار بودوا يحدوا الخسائر مش كلهم كمان بس في جزء منهم الخيار انه هذا البلد هيك انا كان عندي 100000 عطيني اياهون 20000 انا راضي بدي حد الخسائر المصغير العامل مش هذا حسابه حسابه قلعلي اقتصاد بدي لقي وظيفة بدي اشتغل شغل بدي ترك البلد انه تعلمت خبرية عندي كفاءة بدي اعمل شي انت منعني اعمل اي شي هو عوامل مويمكن فيه ادرى انه واحد لانه بتطلع بغير دوائر عم بيحكو نفس الخطاب بيجيب اصوات الظهور على التليفزيون اثر لانه اشتغلت على التليفزيون فترة منذ ما ادفع مصاري كان فيه حد ادنى من العلاقات شخصية ويمكن حد ادنى من انه اعتبروا الترشيح نفسه بوليميك شوي صار فيه اهتمام الاعلام لانه اعملت تلفونين لمرة اخرى اخرى بس مرة ثانية ثلاث مرات ثانية حكيوني هنه ما اش انا احكيتهم حتى اللي معنا عليحة يعني لوسيان وفيرينا وشادن وميريام ما بعرف اذا تلعوا مرة امرتين على التليفزيون بالشهرين كلهم طبع الانتخابات فمشان هيك احظوظهم رح تكون اصعب من انه انا لانه عم بطلع على التيفي لاو غير هذ الشي كمين ما كان في مشكلة المصار مشكلة أساسية فهو بتصور العوامل الأساسية وكمان شغلي على السوشال ميديا كبودكاست مين بيصلوا أول شي الناس الأصغر بالعمر الموجودة على السوشال ميديا فبتصور هون العوامل الخطاب السياسي بتتساعد في 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 شي انت عملته مش رجريتس بس يعني نحنا كل وقت نطلع بالهينسيت انه ياريت كنت عملت اك او ياريت صرفت بها الطريقة او ياريت ترشحت على ليحة ثانية او حكيت محاذا ثانية في شي انت تفكر انه كنت قدت تعمله غير لك وإذا واحد بتطلع من برا كتير في قصص يعني قدر يكون معنى عليحة ناس كان بدنا يكون وما كان تأهيا بس ليش هولي انا لانو انا بعرف انه ما صار لأسباب مش انه ما جربنا جربنا بس كمان ما في كون رجرات لانو انا ما كنت بهذا المشهد وما كنت به الصورة انو كله صار مأخر ما كنت مفكر اترشح اصلا اي ممكن لو انا مفكر اترشح قبل كان في كتير من العوامل اللي بتقدر تسيسرة قبل بوقت وتاخد وقتك بالتفاوض وتشوف مع مين مع مين تتعلج بس انا مش القصة طلعي من عندي شرب النحاس هو حكيني والوقت اللي حكمنا فيه بحكم انو هيدا الوقت اللي حكمنا فيه بقى اي في قصص بتنعمل في قصص بتتعلم بس ما فيها تكون رجرات لانو بعرف انو بنسبة لشوج الراب ما كان في كتير خيارات احصى من اللي وصل مين انا ولوسيان وفيرينا وشادن وميريا كنا نتمنى يكون معنا بعد ثلاثة ما كنا موجودين انا ويكون ميدا يعني انت صلك زماني عم تشتغل بالشل السياسي بس انا ميدا ضماني للمعارضة مش من زماني بعد 17 شرية انا شخصيا خرج بالسياسي ميدا انت صلك فترة فتنة عن جب التفاصيل انا ما صلي فترة بالسياسي بس كنا بالتغيير اكيد شفنا فتنا بالتفاصيل وشفنا انه كان في مفاوضات عم بتصير مع كله الاعزاب التغييرية وكان في لعبة انه من اكبر من التاني واند بعتدت تصار في كتير lost opportunities بعتدت كنا فينا التفقل اذا كنا اتحلفنا كلنا كلنا اكيد لانه في كان التغيير وكان في مواطن المواطنات وكان في بيروت مدينتي كمان ببيروت يعني انه اذا كنا تحلفنا كلنا سوا ما كنا وصلنا على نتيجة احسن من هيك صح بس هون في جاوبين على القصة اول شغلة انه هاي طبيعية انا برأي في شي كمان نحنا منجلو حالنا بش كم شغلة مع انه بتصور في تخبيص كتير عن المعارضة كمان بس بتتعزز الصورة انه كأنه والدن انه هوا متحلفوا لانه بس قصة ايجو اما لانه بس قصة عدم نضج في منهم هوا في من كل شي بس هون هون موجودين على احزاب السلطة كمان في كتير محلات هون بعصوا حالون بخياراتون كمان لانه في ايجوز انه مثلا بالمتن التيار الوطن الحر عارفين من الاساس انه هون قدرين يطلعوا حاصلين ترشيح التلاتة حشرة داخلية في شوية كره لابراهيم كان عام بس ما في هون يطلعوا من الكوست طبعا كبير شو من رشح التلاتة وانه عارفين قدرين طلع اثنان صار كلا يخوز ببعض انا اتفاجأت رايح التيار نقل الناس تعملوا حملات علي عالما انا اكتر شي مبلشت كل الاساس في وانه كان عن الطيار وانه لجنة موازنة لانه كان موازنين بعض الفكرة انه المعارضة متوحدة لا انا برأي سببان اساسيا وسببان بفهمه اولا شو اللي بيسمح بتحالف والتوحيد بدي يكون عندي حد قد من موازين القوة لاتنان اللي عم بتفوضوا اذا اتنان اللي عم بتفوضوا بيعتبروا عنده النفس الشرعية ونفس الوزن كل واحد اهم من التاني حتى انه طبيعي متوس نتيجة مش انه هك مثلا اذا هلا راح افترض انا تعملنا اللايحة بالمتن بقينا لاخر نهار هلا لانه فيه اخذ وعط وكذا اذا انا مقرر انزع على حتى القوات بتاخد نص ساعة الموازين القوة معروفة انت هل قدي حجمك بتعرف اني شو حجم يا بتقبل بشروط هالموازين القوة يا انت ما فيك تفهم الاساس بل اذا بتكون سريعة بس اذا انا بقعد مع رحقول شو ما كان مع مارك دو وبولا وشرب النحاس ورقد بحمدان من اللي حقي هم قبل كل واحد ما اعتبر حاله بقوة التاني اذا مش اقوى وكل واحد ما اعتبر انه شرعيته مثل شرعيت التاني مش انه حدا اهم من حدا فامكانية انك تحسم تفاوض بين الناس كلها ايكول بس عط تطيهم دادلاين كنت لازم يتفاوض قبل بوات وليزم يحكو عن هذا الموضوع قبل بوات كيف اكيد بس ما بعرف اذا كان بتحلل المشكل لان المشكل الموازين القوة بين بعض مانا واضحة ما في حق يعني اللي بيحصم تفاوض هو انه في حدا بيقول take it or leave it بالاخر هك بيقوله عن شرب النحاس انه انه بتحلاف اذا حدا لحي المشروع تبعه ايه بس ما هو بيقول عنهم هك كمان لانه ما فيه two sides of the story and just to be clear انت منك عدو من واطن ومواطنات انا حل المشروع انا حلت بالمشروع السياسي كله وانزلت لانه مقتنع بهذا الشي بس انا طبعت شوي مثلا شو كان عندي يصير ببيروت لانه اتفجأت بوقتها وما عندي اي مشكل شخصي مع بولا يعني وفيكو عنده قناعة انه ليش ما بيركب التحالف مش مظبوط انه في كان اختلاف على مقاعد صارت بعدين هل بقول اي متى صارت الاختلاف صار انه هل نحن متفهمين عن مشروع السياسي صار فيه استئزان طيب اتخذ وقت لا يصير فيه اطلاع على المشروع السياسي لا يرجع يتكمل الحديث نعطى المشروع السياسي وما حدا رجع وتقلف تلايح بالمقابل لانه مثلا نخذ المتن بالمتن كانوا مواطنون بدون يرجحوا اتنان اتلات كان على اساس يقدروا مثل كل الدوار يسكروا المنطقة انه نحن قدرين ننزل لحالنا فعليا كان في شادن معلوف المواطنون والبقى وكله مش مواطنون كان الطرح هو مين ما بيقبل المشروع السياسي ومش اسقاط فيه واحد يتفاوض فيه المشروع السياسي ياخد ويعطي وصلنا لمحل حتى مع ناس تانين يكونوا معنا على اللقاح لأسباب تاني ما قدروا يكفوا بينسحبلهم مين مكان مع الرقل صار مشكل واحد بقصة المقعد نفسه انه ببيروت الاولى بعدين طرح من بيروت مدينة انه يتفقوا مع شرب النحاس عليها واحدة بس تم الطلب انه ينسحب شرب النحاس هو وهيدي اعتبر النحاس انه ممكن يحمله لانه داعي كل هالناس تترشح هو بينسحب والناس اللي داعيهم يترشح حظورهم اصعب هو شباب بعدها جديدة وصغار وفي كتير مناطق ما اننا حاضرين فيها بس بشكل عام هالنوع من الاختلافات اي صعبة الحسن بس اتس شايم لانه نحنا شفنا كمان بعتدت بالجنوب التاني او التالت الكاتب هون الاسماء رؤى فارس وزمان غلطان نزارة ما تحلفوا مع العزيب التغييرية صارت بالتاني والتالت بجنوب وصارت بمحل بشماغ ما كنت كنا مشغولين بالمتن مشفيت التفاصيل كلها صارت انا برأي صعوبة انها تصير انه اول شغلة منها هي موازين القوة ما بعرف اذا هالانتخابات من بعد ما فرجت كل واحد شو جاي بصوات وكذا مرت الجاي التفاوض بصير ابسط شوي بنعرف انه في فلان لفلان بها المنطقة ما فيك تتعامل معه كايك وانت جايب خمسمائة صوت هو جايب عشر تلاف صوت بقى شوي بتسهل الحسم تاني من المشكلة انه المشروع السياسي انا برأي كان فيه ضرورة جدية ليحكم اي تحالف تفاهم سياسي ما يكون مسقط على حدا ناخده نعطي فيه ويكون شوان مليال بس يبقى في روحيته ويكون اموجان مع حاله توقتي يفوتوا على المجلس يقدر برش يشتغله ما يكون في ثلاث خطر انه يرجع ينفجروا بالمجلس هيدا اساسي كمان ده بيعني مشاكل المحلات في محلات بسهل لانه في ناس اهيا لك تتحالف معهم لانه في مشروع سياسي يشوفوا حلو اقرب له فهو العاملين الاساسيين صعبوا بمحلات كثيرة بس ترشحوا ب13 دائرة من 15 و اذا شفنا انه صار في تفاوض مواطنون ومواطنات ترشحوا 15 عفوان لحاكمة نحو الدولة رزق منا ايجزاكلي شفنا كيف قدروا يتفاوضوا بجنوب الثاني والثالث ومش الحال وما كان ضروري يتأيد مشروع عادرين او ينفرد مشروع عادرين رح علك انا رح علك وين الفشل صار الفشل صار انه كان فيه رهان وتلحك معي انا حكيت بهالم موضوع لان فهذا بعرف شوية فيه اللي كان صاير قبل بشهر ونص شهران الانتخابات انه الكل تيقن صار عنا اكيدين انه وحدة المعارضة بلبنان ما رح تصير لانه فيه شي كان عم بيركب بالشمال لحال وشمال ونا مش بس مواطنون كان فيه اطراف تاني كمان مزعوج شوية من انه تعطي نحكي قبل وكذا ببيروت الاولى في بولا معروف رح التاني بنش بعبدة في كذا محل صار مبين انه فيه شي عم بيركب قبل الحديث السياسي مع كل الناس فست عارف انه ما فيه واحدة معارضة اذا بكمل المسار بيصير السؤال كيف تتصرف مع الشي الريهان صار وهون صار الخطأ بالحساب لانه ريهان يا بيزبط يا ما بيزبط انه تتعمل اللي هي في فكرة سياسية وراها انه ما بدي يكون اسير منطقة وحدة طائفية ما تصير مشبور خطابك بترشح بكل الدواء تستعمل خطاب سياسي واحد بكل الدواء تقدر تتفاوض معهون الناس انه انا بد نتحالف وانا مستعد انسحب بكل المقاعد اللي مرشح اذا اتفقنا بالسياس بس انه بها المنطقة انا وزلت بجنوب كان بيصير ابرر انه انا من عميل كل منطقة بيصير مشكل تشكل رهان انه تقدر تفرض تفاوض جوات المعارضة على مشروع سياسي بكل المناطق ما نجح ما نجح في مشاريع تاني وفي ناس تانين ما قبلوا وراحوا بشي تاني وبكتير محلات اثبتوا انه اجيبوا صوات فان كان هذا اكتر هيدا اللي ادى انه توصل لواقع اذا ما مش حال وش بتعمل بتجعب تسحب كل الناس وبتترك بدواير ما لويح عكس المنطق السياسي اللي عساس وترشحك انه انا ما بدي يصير اسير دوايا فبتبقى رشح الفشل صار بأول وصل كم صوت يجيب مشروع قادرين على الانتخابات تعريف اذا ماني غلطان مجموع وش 35000 وثمانت الاف وش منك انت تعتقد انت يعني من وراك انت كشخص صار مشتغل بالسياسي مش بالسياسي منخرج بهذا الجو فترة هل انت تعتقد انه بلك مشروعك او انت كشخص اهم من مشروع عادرين يعني مصدقيتك انت كجاد كانت اكبر من مشروعك لا شك اللي بيحمل المشروع بيأثر بامكانية التواصل مع الناس غير عن واحد تاني يعني انه مثلا مش بدي اعطي بسيط انه ماكرون شخصه بيحمل هالحديث السياسي وصل جزء من فكرة وصوله اكتر من انه لو شخص تانيش بعد انا اقول شو ما كان امو مثلا لو حمله مش فيه لانه الكاركتير بيأثر انه بيشتغل ميديا بيأثر انه بيأثر كله بيأثر السؤال انا برأيي هو منه هون بعرف انه هذا الشي بيأثر بعرف انه مثلا حكيت مثلا عن رؤى الفارس انه لو رؤى الفارس كان عنده يمكن على الميديا وعنده امكانية لتوصل المشروع كانت جيبت صوت اكتر اكيد طبيعي السؤال هو بالقلب انا اذا عندي رح سميها شعبية ما بس ما معها مشروع سياسي يشو بتنصر بس عندي مشروع اقلي انا برأيه خطر لانه اذا بصير عندي شرعية بشخص بلا مشروع سياسي في يصير انا المشروع سياسي بصير شوية بتشبه الزعمات المحلية اللي بتصير تركيا باك انه عنده حيسيته انا مفروض طموح انه كل الواحد حتى اللي بيختلف مع رأيه سياسية اذا عنده اناعات سياسية ومشروعية لانه معروفين لانه ما بعرف whatever it is يستخدموا هالشي لخدمة مشروع سياسي لانه بحد ذاته الشخص شو بفيد بفيد اذا بيقدر يستعمل اي بريفيلاج عنده لخدمة مشروع هو مقتنع فيه لانه انا افطرد مثلا نزلت مع الكتائب عرضوا بوقت افطرد اعرضوا عليك الكتائب صار في حديث وكذا ولانه ما فيه ما فيه اتفاق سياسي لا بس افطرد انا قلت انه ما فيه مشروع سياسي ففيه اتفق مع الكتائب وصلت عملت نايب شو حامل بقيد انا النايب هو وسيلة مش غاية بحث ذات وسيلة لا تعمل شي الغاية هو المشروع فاذا حدا عنده اي امكانية وصوله كذا انا برأي استخدمها للمشروع مش ضروري هالمشروع انا مقتنع بهالمشروع بس هون الاساس فالشعبية بحث هذا العمل الشعبية لازم تخدم مشروع انا مقتنع بهان طب انت غير يعني صار كده اي 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 موضوع نعرف كتير منيح شو الموضوع اوكي شو يوعي شي بس كمان انت اهموك انه انه احسان ترواضة لحزب الله اي انه موقفك اي فينا زيت بعد كم شغلي اه في كمان غير اساس في جاي صادر املك الكنيسة ما بحاجة تحكيت عن هيك شي اي اي في انه انا من المتن كيف تجي علمتن اصلا اي هول اساسيات وجاي بالحزب علمتن اي وجاي حسان ترواضة لحزب الله طيب اليوم اي 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 انا بعرف كتير ناس خافوا يصوتو لك لانه شايفوا فيديو يت شايفوا اريو ارتكليت اي انه انه انت موقفك رميدي رميدي بيقول رميدي مرسي عن الحزب شو موقفك الموقف جوابنا علي بوقت بوقت الكمبين الموقف برأيي انا الوحيد غير الرمادي وراح ايشرح كيف انا بيجي اقول انه اساسا كل البروغرام قائم على فكرة انه الطائفية والنظام الطائفي هو من قصة دين قصة ناس سرقوا وظائف الدولة وعلى رأسه السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية اللي معني فيهم سلاح حزب الله تهديدا فنحنا مع استعادة انه كلهم للدولة كل الفرق انه انا ما بدي اجي لقى بالانتخابات ولا بعد انتخابات دجل على العالم لقى اكسب شوية صوت وقت واحد عم بيحارب نظام سياسي عم بيحارب اساليب النظام السياسي شو مشكلتي مع بس انا بلاقي الانتخابات مان نقصت وحد يخبرني موقفه بالدمي يخبرني كيف بدك موقفك تقدر تطبقه بموقع المسئولية اللي نازل تراشح كلماله يعني لو تدعم النايب كيف يتطبق هالموقف كيف واحد يوصل لمحل السلاح بس مع الدول اللبنانية وعم تقدر تدافع عن نفسها ويكون عندها استراتيجية الدفاعية وروا هيدا اللي بلاقيه ناقص بتاني محل وبرأيي هون في شي كتير مهم مش ناقص عن هبل مش انه مش عارفين شو بدون يعمل فينا ما نحب كتير لكل الزعمة يعني بس هولي ما في وحد غشم اللي بيبقى زعيم 30 سنة اكيد بيعرف شو عم بيعمل هو ما بيقولوا الكيف لانه بيعرفوا انه ما في كيف بلا كوست الكوست هو انه انت وقت تمشي بكيف بتصير الموقف سياسي عام بديك تشوفي موازين القوة شو هي وشو بتسمح لك انا عم بعترف بكرة الصبح اذا واحد عمل نايب ما رح هقدر سلم له سلاح لحظ الله بالقوة نمشي شو الخيارات المتاحة كيف واحد بتصرف معه السلاح اذا هو فعليا يوصل لدولة بس بتحمل السلاح واذا تدافع عنها هذا سؤال تاني لانه هذا الاهم الموقف متفقين ما في مشكل موقف انه ضد انه ضد وانه دولة هي بتدافع عنها سلاح خير شرع بإزالة الخيارات غير المتاحة يقول انا بفعل قوة اقدر سلم سلاح حزب الله ما في قدرة بس بنفس الوقت يجب تسليم سلاح حزب الله ليكون في شرعية وحدة للدولة هي حملتها استعادة وظائف الدولة الباقي قد تكون متاحة وقد لا حزب الله كمان يعارض يمكن غير ويعارض تحويل الصراع مع حزب الله عكل وظائف الدولة هو اللي بتيح امكانية مواجهة موضوع حزب الله من خلال الدولة تنبصت هذا الشي بس اعرف كيف رضو يتبصت لانه اش كليت سلاح حزب الله هي صعبة نظام السياسي نرجع هون نساعد يتهمون انه شيعي بس انه نقرأ شوية كتب جرامشي انتونيو جرامشي عامل كتاب وقتا كان بالحبس عايام وسوليني الحبس سأل سؤال لاش الناس بتوالي زعماء ضد مصالحها نحنا نعرف هون يسرقونا وكذا لاش بيبقى عندهم شعبية وطلع بفكرة الهيمنة وقاليات الهيمنة اللي هي كيف بتصير انه السلطة السياسية من خلال الاعلام من خلال الانترتينمنت ومن خلال سياسة هو خيارات بس بيصير هيدا العالم اللي من خلاله انت بتشوف الدنيا السلطة السياسية بلبنان خلقتنا كومن سانس اسمه انه في طوايف وهالطوايف انه تشتري تليفون بتشوفيه هيك بتعتبر باي ديفول هيك ومش هيك هو خيارات نفس الشي هيدا البلد انه طوايف ومش هيك هو ان عمل هيك بخيارات سياسية وفي دولة هيك وظيفتها وفي حزب الله هيك وظيفته هو دا بيخلق الليكسيك هالليكسيك في معارضة مولاد ضمن النظام هيدا بيزيد شرعية النظام يعني تمانية واربعة عشر واحد بيقول انه هول المجموعة يتخونوا وتعاملوا مع اسرائيل بحرب تموز وزلم السعودية وكذا ودريشو هيدا الخطاب بيخلق له شرعية عن جمهوره ببيله في خطاب تاني بيعمل شرعية عن جمهوره اتنينيتهم ما عندهم ببليك بوليسي انه نحنا كيف ننتقل ببلد زهولي خوانة كيف بتبطل في خوانة ما منع هون ما ببطل في جوانة هيدا اكبر خدمة لحزب الله بتفكر فيها هيدا اللي أنا بدي أصله اذا أنا بفوت بي خطاب سياسي ما عنده قلية تنفيذية اللي بنسبة لإن استعادة كل وظائف الدولة ومحاربة تحزب الله عبر وظائف الدولة يعني انت في مقاومة بالنسبة للك هالمقاومة عنده شرعيتها دافعت عن البلد ورح شهده وكذا سؤال بس هالمقاومة هي دفاع عن البلد صح اوكي ليش بك دافع عن البلد حتى اذا واحد جيشه عم يدافع عن البلد الدفاع عن البلد هو وسيلة مش غاية ليش أنا بدافع عن البلد ليش بدفع من موازنات مليارات دولارات لا أقدر دافع عنه للبلد يعني في اعتبار قبله أنا شو ما أعمل بالبلد عمر بنيات عمر صناعات أعمل زراعة إذا مش قادر أحميهم هو بيجي أي طرف متضرر بيدمرهم كله فأنا مضطر تقدر أعمل دولة أحمي الدولة سؤال يا حزب الله انت اليوم عم تعمل دفاع عن البلد كيف بتبرر إنه مستعدي رحلك شو هدو تضحيات وأكلاف بس ما عندك مشكل مجرور ورا دهران منجيب بري منجيب مياتي منجيب يوسف خليل منترك رياض سليمي لبنوكي هيك ما في المشكلة بس مقاومة من نفس الوقت هي ما بتزبط لأنه شو المقاومة اليوم بعد 2006 اليوم شو المقاومة صارت مشروع السياسة بطلت مقاومة لأنه المقاومة بدت تكون مقاومة بدت تكون حالي مشروع دولي ما فيك تكون مقاومة بلا مشروع دولي ما العازم لماذا بدي مع ساعتها أنا شو خايف كرامتك ومقدراتك وسرواتك الطبيعية ومؤسساتك يجي حالي دمرها طيب معهم ندمرها نحن صح المقاومة يكون الى غاية بدت تكون في مشروع دولي حزب الله من نحن في مشروع دولي فالمشكل مع حزب الله بمشروع دولي بمشروع حزب الله لأنه السليح هو بخدمة المشروع صح فأنا بدي المشكلة يكون مع حزب الله على مشروع الدولي لو لو حدا بيعرض علي حال تاني أسهل أنا بكون معهم أنا مع أنه الدولة هلأ بكرة الصباح تقدر تدافع عن نفسه وتقوم هي بها المهمة نقطع السطر أنا عم بعترف أنه خطاب تسليم استيع حزب الله أنا 17 سنة منسمعه كلما تخلص الانتخابات مبطن نسمعه بنفس الكسافة منعمل حكومة حزب الله وحدة وطنية ونتحفظ ومننزعج وكذا بكيف في الحياة بنتحاصص القضاء معه بنتحاصص الأمن معه بنتحاف في الحياة عادية هالدورة كيف بنا نوقفها سؤال كيف بنا نوقفها صراحة أنا سمعت خيار واحد بديل تنفيذي عم بحكي أنا ضده بس هيدا خيار في ناس أجو قالوا يعني بزمانات كنت أسمعه فيرسي سعيد كان يقول أهلا عم بيقول شي تاني بس خيار أنا أعتبر هيدا هو الإطار عام أنه أي نحنا ما عنا قدرة محليا نشيل سلاح حزب الله نحنا بنا نخلي في قوة محلية حاملة هالمشروع ونشنجل عقوة إقليمية أم دولية هي تجي تشلنا سلاح أنا مني مع هالشي لأن أنا بعتبر ما في قوة إقليمية أم دولية بتجي بتعملنا خدنا خدمة كاريتاس هو إذا أجو يشيلوا سلاح حزب الله مش كرماننا هشلولها مشروع آخر هشلولها هيمني أخرى أنا بدي لقي حل محلي وصل أنه الناس تنحط هي قدام خيار عقلاني أنت صار عندك شيء من دولة عم بيأمن لك تخطيصة حية شاملة عم بيأمن لك تعليم عم بيأمن لك مشروع اللي معرقل جزء منه أنه في سلاح واقف تاني محل أنت عمول خيارك أنا معتبر أنه الشيعة مثله مثلي مش أنه الشيعة بيخلق مع حزب الله بيموت مع حزب الله الشيعة عامل خيار عقلاني أنا مني معه بس هو معه شايف أنه باللا دولة ما بتخلي عن حزب الله حزب الله هو السيفتي نت تبعنا ما أنه خيار عقلاني تقوله أنه أنت مع الدولة ولا حزب الله اليوم بيقولك أكيد مع حزب الله مش دولة لو هذا التفكير كمان بيتطبق مش بس مع حزب الله مع عدة أشخاص كمان بيتمولوا حزب تاني يعني كل واحد بيعتبر أنه حزبه هو للسيفتي نت تبعيته تماما مش هكا أنا قلت أنه بالانتخابات حزب الله بالنسبة لقلي ما بيفرق عنهم باي نيتشر لبقية الأحزاب بيفرق عنهم باي سكيل باي نيتشر كلهم سرقين وظائفنا الدولة على مساعدة هون سلاح حزب الله بيخليه أكبر وكلهم بيعملوا خدمات آخر توصل حزب الله بأزمة المحروقات اللي هي أزمة عدم وجود دولارات مش أنه ممنوع نجيب ميزوط يجيب ميزوط إيراني نووزعهو بس ساعتا هاي خصاد خدمة للناس ترابط مصالح الناس فيك مش بالدولة عملها عبر الدولة روح على حكومة وقول أنا بدي أعمل خيار جيب الفيول من إيران يا بتقدر يا ما بتقدر بتروح خيار تاني بس ما فيك أنت تقول أنه الحكومة ما بحياتها بتاخد ولا قرار بروح أنا بجيب الميزوطين وووزعهن على جماعتين صح بس ساعتا شو الفرق بين هالمنطق ومنطق أي زعامة محلية بتعمل خدمات لأنه ميشيل المر وهو القصر ما نفس الشيء طبع بس بدي زيد شغلي يعني بقى يقول كل واحد بده يتجق للأسف لا الحزب طبعا يعطيه شوية كرامة بالحياته ويغطيه أبسط حقه بس عندي اعتراف بأنت اللي عم تقوله اللي هو الحزب ما بعتد ترك البلد مجرور هو كمان كان غلط الفساد يعني نحنا شفته وانت شفت أنا هون عم بحاجة شغلة أنا ما بعطيك رأيه أنا أقول لك وقت عم بحكي مع حدا مع حزب الله عم بتعمل التليكشو أكزو السؤال أنت مع المقاومة طيب ما بتسأل حالك المقاومة شو غيتها أنا من نسبة لقلي حزب الله شريك بهذا الواقع مش أنه هو لو ما فات بولا حكومة 2005 وقاعد على حدود بفهم هذا صار غير منطق بس أنت مش بسط الشريك آخر سنتين ونصب الحد الأدنى صار صعد الحديد يمرشحك على رئاسة الحكومة قبل كان أنه نحنا ضده بس أنه فيه أكترية لأربعة عشر أدار همنا ناخد تلت معضي لجوهات الحكومة من وقت ما صدت أكترية بطل بطل حدا فارض شي عليك هو خياراتك انت شركت فيهم وقت واقع البلد بالألفين وتسعة عشر كل الأحزاب السياسية كانت عم بتلق حسب الله كان لقوة بفعل تمويله وسلاحه والعقيدة وكله أنت كيف استخدمت هالقوة استخدمت بأنه ترجع تقول أنا بدي سعد الحريري أنت جمدت قوة مفروضة من خصمة أساسا وقت إيجا ينسحب سعد الحريري من الحياة السياسية صاروا الصناقش يعيلكم يعني بالمنطق السياسية ده خصمك راح شو بدك أحلى منها ليش لأنه بالمنطق أنت تصير أنت عم بتترمي من النظام أنت عم بتدير هو متاهري أنت بدك كل واحد يدير طيفته وكلكم راح ترجع على عندي فأنا لقوة أنا إذا اليوم بصير عندي واقع بالبيئة السنية مضعضع بيخلق لي مشكل إلي أنا بحاجة لسعد الحريري أنا تجي أنت رئيس حكومي وأنا معكم نعمل تركيب سواه وإنت بتلم السنة ما تفوتني بالقصة ما قلق ما بقدر دير إذا السنة صار في عنده مشكل بيتضعضع قوته السياسية صار عنده مشكل حزب الله أنا وقت عاملت فيهم مع طرف سنة مين قادر يلم السنة بطل في حدا قادر يقوم بها الوظيفة مشين هيك سؤال حزب الله لو أراد مش قادر يطلع مرشح ماروني بالبقاع بس كل فترة أنا سقط ما عادش يعني أنا هو إخرة في حواصل هجيب تسعة مثلا ما تجيب تسعة ما في جيب عشرة السؤال أي تسعة ما عنده مشكلة ليخسر أسعد حردان ما عنده مشكلة ليخسر أي مروان خير الدين أي واحد على وايحه إذا مش شيعي ونفس الشي بينطبق على القوات القوات لو أرادوا قادرين يطلعوا نايم شيعي لأن هوني ما عان حاصل السؤال الصوات لو ما بتروح نقول مع المروني هاي اللعبة بتخلي أنه النظام السياسي فيه أنت مناطقك وجمعتك وأنا مناطق وجمعتك وهذا بيخدم الكل وهذا بيخدم الكل قبل كانت إدارته صعبة لأنه موازين القوة كلهم قوية نسبيا في حد الديمان أقوى من التاني وبجمعوا حالهم بعد 2019 صارت أسهل على حظب الله لأنه الكل فعليا شرعيته من التسعة هون نخلص كل هيدا الحديث هيدا الموقف بعرف جميع أنت طويلة لأنه عم يحكي عن كيف بد عالج المشكلة سؤالي أنا مين بيطرح علينا طريقة تانية ما عندي مشكل يعني منش أنه أنا متشبس بهيدا هيا أنا وصلنا لها أنه بدنا نجرب نجاوب بالبليك بوليسي شو بدي جارب أعمل ما بدي يدجل عن الناس بإخبار ويجي يقولولي أنت قالتلي أنه بكرة بكتسلم سلاح حزب الله شو عمل تهيب عارف أنا ماني قادل بكرة سلاح حزب الله شو في حال تاني شو الحال تاني تحكي معه to negotiate with them ما أنا اللي عم قوله فعليا هو صراع معه بيفرض تفاوض هين بدون لا ما هي بدون وما بدون الظرف اللي هو عشو رح يقبلوا يتفاوضوا مش عاكل شي إنه حزب الله ليكيش حدا لا بس مثلا خلينا نروح أحدا عنده ما يكفي من القوة نحن واحد وقت يترشح عن تخبير وقت يترحل شعر سياسي بيتمنى أنه يصر لقوة تقدر تأسر خلينا ناخد اكزامبل لقوة موجودة مشيال عام رئيس الجمهورية عنده قوة بموازين القوة عنده قوة ما ها هي مجموعة شو عنده شعبية وشو عنده نواب وشو عنده وزراء وانه هو رئيس جمهورية عنده بعض الصلاحيات هيا بتحطوا على الطاولة مفاوض اجا وقتا تسمى سعد الحديدي قبل نجيب مئات هلا قاعد 13 شهر ومضي على مرسوم تأليف الحكومة فعليا هو شو كيف يعمل اللي كان عم يعمل فعليا عم يجي يفرض تفاوض يعني وقت ما قمضي على حكومة بتاع حكومة على قمضي يعني بدي شي بالمقابل المشكلة مع مشيال عون شو مش انه استعمل قوته للتفاوض هيدا نظام هيك شغال كله نجي بيشتغل مش بس مشيال عون كله المشكلة هو انه اي متى مضي وقتا الست وزراء صاروا سبعة مش الحال فانت كنت عم تفاوض عشو كل مشكلة هي عشو طيب انا مسألة عم بفتري دل السيناريو لو واحد ما حال مشيال عون عنده نفس ميزان القوة وعنده قصة القوقيع حكومة ايه بعمل نفس الشي ما بوقع عحكم فحاليا ما مين عم تتفاوض تتفاوض مع سعد الحريري كرئيس حكومة لما حسب الله من تنم اللي هو القوة الاكبر انا شو بدي منه نهار ما بدي سبع وزراء وست وزراء وعطيني واحد زيادة بالداخلية مش هونيك هو كلهم ما قالهم معنى اذا بتجي حكومة مش اذا تعمل شي انا بيجي بقول ما بمضي عحكومة الا ما نتفق عماش روع السياسي وانا هاي ورقتي ان شاء الله بيخلص العهد كله سوا لان انا برأي اذا ما اقتنع انه اي حكومة براتها الشروط ما رح تقدر تنجز شي فخليني اقدر على القليلة استعمل تقلي لأوصل لهون بيصير السؤال حزب الله شو بده ليش حزب الله بسمي سعد الحريري ليش حزب الله بسمي حياة لها حدا وحياة لها حكومة ما هم يقولوا لي اي حكومة حزب الله كل اللي طالبه بالبلده لا استقرار ما تعنوا لي مشاكل روقوة باللاتة هي احسن خياة ننطر هالمنطقة شو بده يصير فيها انا هيدا مصلحت وقلو مصلحت ايلي انا جميعين بدي استقرار ما بديش مشاكل بس بدي استقرار مستدام استقرار عناصره داخلية فتاعة نقعد نحكي اذا بدك حكومة اذا بدك يوصل على موقع قوة باستخدمها هاك ساعتها بديشوف حزب الله عشو بيفوض اقدر قللك انه بكرة الصبح اذا عملتها الخبرية بيجيب لسلحاته معه لا بس اقدر انتزع بعض وظايف الدولة التانية بتصور ما راح تكون اشكالية هالقد بس انت بتكتد حزب الله ما بده يكون عنده مشاكل ولا بده يطبق مشروع واضح انه كان يعني منه لبناني اذا بدك في بعض العالم بتقول انه هذا مشروع ايراني بده ينفرض على لبنان اوكي بس حتى اذا سلمت جدلا انه حزب الله هو مشروع ايراني انا ما بوصل لهم يعني انا كنا بالحلقة مع ألبير كوستانيو طالع في فرس سعاد قال انه حزب الله احتلال ايراني للبنان علي مراد اللي نازل ضد حزب الله بجنوب هو بيعطردها على حكي قبل ما يوصل الدور لعندي وكنت راح جاوب نفس الجواب اللي جاوبه علي مراد ما فيك تعتبر ناس لبنانيين لانت وقت تحكي عن حزب الله في واحد يباله ايادة حزب الله وواحد يباله حزب الله بما يمثل سياسيا انا ما في يوصل لمحل قول عن فريق سياسي انه هيدا هو ايراني هو مثل بقية الطوايف عندهم اصطفاف اقليمي بيخدموه اه كأيادة سياسية اما الناس اللي موالية حزب الله مثل عفكرة الناس اللي موالية القوات والتياروات اللي شفتهم بالمتن في جزء منهم وما كان في جزء منهم منافع واخبار في ناس مقتنعة مش كل الناس حق افرنجان في ناس مقتنعة عن قناعة وشايف الدني من هالمنظار الطائف انه هيك بدو يمشي حال البلد اه مش هلعون هو كان افضل واحد بيناتهم بس ما خلوه في ناس هيك مقتنعة طيب انت هون كيف تتصرف في ايجي اعمل الخطاب اللي هو انه انتو كلكن خوريف عند الزعمة وكذا انا براقي هذا الحديث يعني بخليك انه انت في عشرة بايدوك وانا في واحد بايدني بيبقوا العشرة هون الواحد يعني الناس ما حدا بيقبل عم بحكي من الناس مش عم بحكي مع الايجيدي انه تجي تتوجيانه ان انتو خوريف نا اكيد نا انا من الخياراتي بدني اي متى بصير فيك تاخده تعطي مع حدا ويغير اناعاته وانت تجي تقول خليني سلم جدلا بمنطقك بحسنية وشوف هل هالمنطق بيوصلك لمحل هذا الاكزرسيس مثلا اكتر شي مع العونية بالعمل انه خلي ما بدي اقول لا سرقين ولا نص صبين وكذا خلينا اخد منطقكم كيف انتو بتقولو ونشوف اذا اتفولوز اوب يعني هذا الشي بيقدر يوصل لمحل انت من مايلي بتقول انه انت عندك مشروع سياسي عندك خطط اصلاحية المشكل هو انك انت منك اكترية وهوليك ما بيخلوك لانه اكتر منك كل الوقت وانت عم تحرم من مصالحه رح سلم جدلا بيهوكلون انت عم تجرب تعمل هالشي كله خطابك كمان انت بيجي بيقول انه انت مع المساقية يعني الاوي بطيفته بيوصل ومجلس الوزره هو بيمثل المجلس النيابي يعني الفعالية اللي عم تقول لي ايه انه حتى لو انت قادمي ما في منك وحتى لو حامل مشروعك انت ما بعمرك رح تقدر معه وكل عمره رح يبقى اكترية وكل عمرك رح تبقى اقلية فانت منطقك ما بيبني دولة لو بعد مئة سنة ولو انك قادمة نفس الشي مع حزب الله انت عم تجي تقول انك مقاومة وانه في مشروع حصار عربنان عم بيمنع قيام البلد لانك مقاومة وقوي بوج اسرائيل لانه اماركا بيتحمي اسرائيل طيب عظيم السؤال هو هل في مشروع لحماية بلد من دون مشروع للبلد هل اسرائيل والمقاومة هو هذا الصراع يختصر بصراع مسلح بس على حدود اكيد في جانب المسلح ما في ولا قوة دفاعية بالعرب حتى سويسرا المحيضة ما بتعمل قوة عسكرية اعتبار مع اول حدا يجي يخرق هو الحياة في هذا الجانب وقت انت عندك بلد ما في مقومات الصمود باي معركة انو انا بقعد ثلاثين سنة بدي اعمل هيد المعركة بدي دافع عن البلد لا عندي مستشفى ولا عندي ملجأ ولا عندي طريق ولا عندي كهرباء في ناس بيقولك تعرف شو بلايها القصة كلها بعمل حالي فيلم البلد نأسيس بطر بدافع عنه فالمنطق هو هل هيدا بينسجم مع بعضه هون عم بيحتاجين مع الناس السؤال كله هون بيصير هل انت معتبر الناس بالبلد اناعاتها السياسية هي اسانشل يعني بالاسانس تبعه يعني لا تتغير اذا ايه كل اللي اللي عملها كيه بقى لا طعم اللي مع حزب الله مع حزب الله ما فيك تقنعه ما فيك تغير له رأيه ولا فيك تفرجيه مثلا لدولة ولا فيك تغير له من هذا صح هل الناس فيها اذا شافت تناقض بالبنية اللي عم بيشرحنه يا حزب الله ويستكتبنه على اساسه وبين اداءه بتقدر تقول خايفي مشكل هون بنا نغير رأينا ساعتها بيصير انك تجرب تبني شي من وظائف الدولة اللي تحط هالناس قدام خيار انه صار عندكم دولة عم تقاملكم تغطية صحية بلاش ما بتدفع شي انت بدك تتخلى عنها فيك رجع ادفع تغطيتك صارت عم تعطيك كهرباء ما بدك ايها بك ترجع على ساعة كهرباء بنهار روح جيب كهربتك هل هالكهرباء والتغطية الصحية الشاملة قدري تجيبها بسهولة ما رح حدا يعرق لك فيها ما رح يحاوله خلي صراعي انه يسير على هالموضوع خلي هو يوقف قدام جمهوري يقول انا ما بدي اعطيك تغطية صحية شاملة انا ما بدي اعطيك تعليم بلاش خلي الحياة السياسية مفطورة على الصراع وما كان بالدني ما فيش محل بها الكرة الارضية فيه سياسة ما فيش صراع السؤال هو عشو الصراع فانا اذا واحد عم بجربي يأثر بالحياة السياسية بشي هو انه عشو عم نتشارع فينا نقعد نتشارع انت سوري وانت سعودي انت سوري وانت سعودي ونقعد ثلاثين سنة على شيء ما له ارضية مشتركة ما فينا نتفاوض ما فيش واحد يصير انه انت نص سوري نص سعودي هذا انت عم بتتعامل معه كأنه هو انتتي اجتماعية من رأسه لكعبه فرشي وتقول انتو سعوديين وانتو ايرانيين هم بحياته رح يتفقع شي يبقى عصبيتان واقفة بوجب بعضها يبقى ميت سنة للاشخاص اللي بركة ما بتعرف يعني البلد هو مقصوم لدرجة انه في نص الشعب اذا بدك بيكون عم بيقيد او بيكون متوجه دام يعني بيشوف بيكون متوجه للسعودية ولا امريكا وفي مش جزء تاني من ال من البوبيليشن بس في قوة مسلحة عم بتسيطر شوي على الجزء التاني عم بتقول انه هنا لازم يتابعه كمان جهة مختلفة يعني اللي هي سوريا وايران وإلى آخري بس كرميل تنوضح السورة هيدا بس بتردني على قصة كومنسانس و جرامشي هيدا الواقع طبع انه البلد فيه ناس مع ايران وناس مع السعودية واتنينتهم هولي بيقعدوا يتشارعوا بتصير انت اذا سامير جعجع بتسب حسن نصر الله بتشد عصب جماعتك وبتشد له عصب جماعته ايه بس كيف تطرف الميلتين وهو بالعكس نفس الشي اذا حسن نصر الله بس بسامير جعجع وتذكر الطيونة انت خابه ما بعده سبكتاكل خدم الميلتين اذا بتستعمل نفس الادوات نفس الناراتيف نفس السرديات لتخبر كيف نحنا وصلنا لهون شو المشكل بالبلد اللي بتستعملها السلطة بتكون انت لو مفكر حالك ضد النظام انت معارضة بتعطيه شرعية للنظام لان النظام هو بده معارضة بده ما يبين قمعه بده يكون انه انت معارضة عم يحني عم تسمعون نحنا قمعيين عم يزلوا يظاهر وما في احلم منه فقالا كل اللي عم جرب اعمله انقل النقاش من انه هيك شكل الدولة وهيك شكل الصراع فيها لا لا شكل الصراع اللي يكون على قصص تانية ساعتها فيك تجاوب على علاقات الخارجية طبعا لبنان من منطق مصلحة لبنان ما بدي يكون لك ليا عند سوريا ولك ليا عند السعودية ولك ليا عند ايران سؤال شو مصلحة لبنان امريكا كيف بتحدد سياسة الخارجية فرنسا المانيا اي دولة عندها سيادة تجي بتقول خي انا مين المخاطر الامنية عليك يا بلد مين معقول يشتاحني كيف بدي دافع عن حاله لما يشتاحني هيدا شو عندي مصالح اقتصادية من مين بدي استورد في قصص ما اقدر صنعها بتخلق لك مكات حولك في هود دول هون المخاطر هون الوبرتونيتي ساعاتها بتبلش تعمل انا افضل سيناريو هادي بدي تدقيق للبنان انك تجي تقول انه انا بدي علاقة مع سوريا لانه هادي حدودي الوحيدة البرية بس ممنوع تكون هالعلاقة بتمنعني اوصل الخليج مش ايضر او لان انا عايز سوريا لو اوصل ببضعطي للخليج هونيك الادرة الشرائية اعلى هونيك بدي صدر بضعطي هل اقدر اوصل لهيدا السيناريو هيدا بلان اي اذا حدا من طرفي النزاع حط شرط على لبنان انه العلاقة معي تقتضي واقف العلاقة مع الطرف التاني هون بتصير الخيارات الصعبة ساعاتها بتحط سؤال اذا انا فتحت على سوريا وما في خليج يعني انا صرت جزء من هاي محور يمكن تركيا تقبل يمكن ما تقبل انا شوف بس افترضنا هل سوريا عراق ايران شو بتجيب لي بنافتس شو بتجيب لي مخاطر طيب اذا انا تسكر تحدودي بالمقابل ما في سوريا سكر تحدودي البرية صار اي عملية تصدير هي عبر البحر واي علاقة بتصير على الميدي تيرانية اكتر ما صوب الخليج شو عندي اوبرتونيتيز بدي شوف انا ما عندي جواب هبدا دولي بك تعمل دراسة حول واقعك شو هو وساعتها بك تاخد خيار الاول لها ولها بفتح علاقة مع السورية بس عم بفترض السيناريا انا هقصت انه مثلا الحياد اه ما عندي مشكلة السؤال هل انت قادر تطبقه الحياد هو ارار منك واعتراف من كل خصومك سعودية تقبل و سوريا تقبل لانه اذا انت اعلنت حيادك بجوعا عمل لك كافان شو بتقول له انا حيادي هون الخيارات السياسية بتصير صعبة لتفضح كمان نفاق طرفي السلطة بلبنان بنسب متفاودي كمان طب اذا انا حزب الله عم بيجي اقول انه الحل هو بالاستدارة شرقا و سوريا و عراق و الصين و كذا طب انت منك جا تغسل ترشح و خسلوا الانتخابات انت حزب عنده اكترية مجلس نواة بتروح بتعمل حكومة وبتحمل خياراتك وبتحكم يا بتقومن عليك لقيامة و ما بتقدر هيدا تقامل له استقرار و ظروف نجاح بك تتراجع عنه لسياسة اخرى يا ما برافو عليك عامل ازدهار و كذا و كذا و مش الحال بس ما فيك تبقى تقول لي انه نحنا إلا انه لازم كنا نروح اهاي بس ما سمعوا منا هوليك ليش من جيبون هوليك ما انت اكترية ان جبتوا سعد الحريري انه ما كنت عارف انه سعد الحريري منه مع هالنظرية و اتفاجأت فيه و كم مرة اتفاجأت على السبعة عشر سنة اربعة عشر قدار نوع اخر من العلاقات قطع مع سوريا نهائيا فتح مع دول تاني و تكون معكم اكترية الصراع هو انك تقدر تطبيقها و مرح يقبل حزب الله بتواجه حزب الله من هيدا المنطلق بس اذا بتقبل مع حزب الله على سبعة عشر سنة ما فيك تجي تنزل علي وتعمل لي فحص دم مين مع حزب الله و مين لا مش انا المستفيد من هالعلاقة ولا مرة تحصصت حكومي معهم ولا مرة جايش و شعب مقاوم ولا شي طب احنا حكينا عن الحملات اللي عملت ضدك يعني فتبت تفاصيل على ليش صاروا الحملات وبررت لبراته اكيد بس كمان صار فيه حكي بعد ما انت خسرت على ثمانة و ثمانين صوت و من شخص كمان مميز هي اسمها مونيكا بورغمان مرته للكمان سليم لختيل اعتقد انت ميديا تخذ النوت اكتر مني عملي تويت و قالت جاد غسن لم تتقل ستتذكره و بتقول انو انت قلت اذا نعلم ان حزب الله يقتل لا نستطيع التقلق معهم شفت على التويت وحقه يكون عنده رأيه اللي بتريده فيه هذا ما بيقل الله انه شخص جيد ولا سيء هذا حكي قلته انت معروني شطع ايه بس انا مشكلتي مع هذا الحديث انه واحد يقول شي انا من يقله بس شو قالت انت انا كل اللي بقوله انه ايه موضوع الاختيالات انا ما بقدر موقع صحافي بوقت هيا كان الحديث معروني شطع اجي اجزم وقول حزب الله عم بيقتل الناس انا بقدر اعمل اقول انه واحدة من الاحتمالات المطروعة حزب الله يكون منفذ بس ما بقدر اجزم انه حزب الله عم بيقتل ساعتها سألني روني ليش مين معقول يكون حدا طرف تاني مين عنده مصلحة حدا تاني وكان الحديث بوقتها عن 8 ادار شبته قلت من الاحتمالات اللي بقلوها انه فيها تكون اسرائيل فيها تكون اميركا وفيها تكون حزب الله وفيها تكون سوريا وفيها تكون مين مكان انا ما بقدر اجزم اذا بجزم انا برقي يعني كل شي واحد اتعلمه بالصحافة اما باي مسئولية ما اذا واحد مسئول بكون واحد عم يكيبه بالبحر لان شو معنى تكون اجزم معناته انه انا عم بعمل اتهام سياسي واعتبره كأنه قضائي كأنه واقع واتعامل معه على الاساس هل انا بقدر اجزم لا هل انا بلغي احد منه لو حزب الله يكون عملا لا كصحافة ما خاصة بانه انا ما بقول عنه لان ما بقدر اتفاوض معه خاصة بانه هل بقدر انا اجزم باغتيال لا هدا كل ما عمقوله هلا في ناس بتعتبروا هدا موقف منه انوف بفهمون هن قادرين يجزموا قادرين يقولوا حزب الله على الاكيد اقتال لوكمان اسليم انا من الاساس قبل المقابلة مع قادرون الشاطع عملت فيديو عن هالموضوع قلت في احتمال يكون حزب الله في احتمال يكون غير حزب الله ما بعرف حتى مع كل التهديدات اللي عملوا له ايه الحزب متل ما منعرف لوكمان اسليم انا بكل بساطة وقت واحد يشوف اي عملية مخابراتية كيف معقول تصير فيكون حزب الله هدد فاغتال صحيح فيكون جماعة حزب الله هدده ولانه هدده بيجي حدا بياغتال طي ورد طي يخلق مشكل مئة قصة هل بلغي احتمال ان حزب الله يكون عملها اكيد لا هل بلغي احتمال اخر اكيد لا سؤال كمان نرجع بالعالم الطبيعي هالقصص كيف تنحل رح اعطيك اسوأ الاجزامبلات هايك اصعبة جي اف كي جون كندي غتيل بيجي القضايا الامريكاني بيخبر خبرية وبيطلعها بقرار قضاءة وبيحبس فلان لفلاني لاليوم في شكوك على القصة لاليوم في ناس ما بتقدنع فيها بس في جهة بتحصن في جهة الدولة بتقول بشرعيتي انا بيجي بقول القضاء اللي عنده عملتها اياته وخبر خبرية السؤال بلبنان شو اللي بيفتح البلد انه تا يبلش بالحد الادنى مع انه القصة ابعد بكتير واقدم بكتير من ستة وسبعين سبعة وسبعين واختيال كمان جملات لاليوم فينا نعرف شي جهة الدولة الليبنانية القضاء ماش الدولة القضاء الليبناني بيجي بيقول فلان قتل فلان عم قلك كمان جملات عم قلك في حاد بشير جميل بس بس وبعدين الحالة طبعها رشيد كرامي وسامير جعجع وداني شامعون اللي اتهموا فيهم بالقضاء اللبناني غير هول حالات كل الاغتيالات اللي صادت بالبلد من إليح بيقى لرمز العيراني لكن هو في علامة استفهام عليهم مش في علامة استفهام في واحد يتهم بالسياسة في واحد يتهم بالسياسة اكيد مثل العادة في واحد يقولهم بيعز ظرف السياسة انا بقول سوريا عملتها انا بقول حسب الله عملتها بس الشي اللي بيوقف الاتهام السياسي لان ليش القضاء بموضوع الاغتيالات بيصير الدولة وقرارات الدولة تقدر تخلق استقرار سياسي من بعدها ليش انا بطلع قرار من فلان لفلان اغتال جون كيندي وحبسته معناتها وقفت الاغتيالات السياسية معناتها اجا حدا نهي شي بلبنان عندك القضاء بيصير ما بعض كم اغتيال صاروا من الفين وخمسة اليوم يعني ما بين عدوها الاصابية نصور فوق الخمسناشر اغتيال طيب القضاء اللبناني شو عمل شي بها القصة سلبي ام ايجابة يعني يتهم اتهام ما ما قالوا معنى ماشي وقت مشال اسميحة عمل شي بس تعرف مشال اسميحة علاقته من سوريا راح اجتمع اخد هولي وعمل هون عظيم ليش بقصص تانى ما بيعمل لوان بدي اوصل انا شو مسئولية حزب الله و 18 و 14 بهدا الواقع انا بدي اوصل لتحمي المسئولية السياسية شو المسئولية انو نحنا لعنا اجهزة امنية بتقدر تحمي ولعنا اجهزة قضائية بتقدر تتردع بعدها فانت حزب الله اغتلته ولا ما اغتلته انت بتحمل مسئولية الاختيار لانك انت بالسلطة تحصصت القضاء والامن تتمنع الحماية وتمنع التحليل وانتو ك 14 قدار امضوا بنفس المهمة استعب في وقتها عملنا سردة كمان مع نادي مقتاش حكيني عن هذا الموضوع هو قالنا انه معك حق القضاء مسياس و يعني مكرسح للأسف يعني مش للأسف مين خلق هيدا البيئة كلمة للشخص يفكر تقائيا انه حزب الله هو اللي عمل هيدا الاختيار يعني مين عمل هو السوابة كلمة للعنا تفكر انه ها اكيد حزب الله هو اللي عمل هيدا الشي مش هو حزب الله هو واحد من العوامل البلد واحد من العوامل بس ما انا القصة لو الاختيالات بلشت مع حزب الله بقولك ساعتها سرعا تزيد قريني بعد زيادة لتساعد الاتهام السياسي اختيال السياسي بلبنان من الاول ما خلق هيدا البلد شغال حتى الحرب الصغيرة اللي صار بـ 58 كانت بايستع اختيال صحافة كله حفلات الاختيال ماشي بالبلد وغياب الدولة سابق لحزب الله ويستمر ويتعزز مع حزب الله ايه انا وقت واحد بدي عالج الاشكالية الاساسية انا عم بجرب بس واحد يكون فكرته السياسية اللي هو عم بيطرحها تكون اموجان مع نفسها انا وقت عم بعالج اشكالية نظام سياسي عم بقول وظيف الدولة انسرقت منه قبل حزب الله واعززة حزب الله لانه انتج حزب الله هو غياب دولي بس في حرب قليلية بعدها وقفت الحرب مفروض نتجي بمرحل تاني طيب السؤال تبع الدفاع عن البلد مالحقنا نلاقي طريقة نلاقي طريقة نسلح الجيش يصير هو يقوم بالمهمة طيب ملقينا طريقة للقضاء نقدر نخلق له اي استقلالية ملقينا طريقة للامن مش انه الامن العام اليك والامن بالمقابل بدي فرع المعلومات للسنة وهيداك للشيعة وساعات المسيحية شو نحنا هيدا القصة انه ما الجيش معروف انه مش لحالنا فيه بالشكل فيه بسنا بالامريكان فيتين وكذا بدنا امن الدولة هيدا مش مساهمة بالواقع اللي بيخلي الانفلات الامنة وعدم قدرة على التحقيق وما يكون فيه سانطر اسم اتخاذ قرار وفرض القرار وهون مشكلة مش اتخاذ القرار انا دينا نبعط قصة ازبالي بس لو احد تشوف نحنا من قصة عن شو عام نحكي تشت الدولة اللبنانية بالالفان وخمسطعش بتطلع بخطة نفايات مش مطلعية على اكيد سيئة للغاية اوكي بس ماشي الحرة بتاخد قرارة تكون دولة بتقدر تطبق حتى قرارة سيئة والناس بعدين بتحسبها اما بارضة بتنزل مظاهرات ايجوا قالوا بنا نعمل المكبان مطمرين واحد بجرود عكار واحد بجرود السلسل الشرقية بيطلع رئيس بلدية عكار مدريشي من هالنوع فعالية محلية بقول منكسرنا الاجراءة وهايدا عكار منا مزبلي ما بتكبو عنا زبالة الشيعة ومدريشي ونفس الشي بتسيرتاني محل تنصاع الدولة لقرار الرئيس البلدية هاي منا الدولة خلص سقطت هيدا الواقع هو مسئوليتنا او كانوا عملوا الاغديال ولا ما عملوه اذا بدك تروح على المسئولية السيئسية ونريح كل الناس بالمسئولية السيئسية حسب الله وخصومتنا يلاتهم بيحملوا مسئولية كل الواقع الامني المتردل اللي وصلنا له لحدية ما يجي واحد كمان بتويت اللي عم بقولولي انه انا عملت الاجر لجميل السيد بالالفان وتسعة عشر هني طلعهم مش بس الاجر لجميل سيد طلعوا عدة صور مع كامير رياض سلامي الصور هولي هبل انا صحافي ومصور مع كتير ناس وقلت صوري مع جميع السيد مواف الموسوي بس جبت لهم صوري مع رياض سلامي اللي بتصور عم سبه من 2016 ما بارشو يطلع لي اذا انتم مصور معه هل انا باخد مصريات منه ما بارشو الفكرة انا مصور مع سمير جعجا مصور مع كتير ناس لا بس كامير خليني وضح حتى لو شخص كان عنده ولاء السياسي السابق هذا ما بيان انا ما فيه شخص يتغير واذا خطابه بيضله ذاته من عشرين سنة لها لا فيه شي غلط انا ولاء السياسي السابق تركته في 2012 قال هو كان تيار بطن يهار ومن وقته عندي هذا الموقف السياسي بس هذا الشي غير التويت تويته في موقف صورة صورة انت تستعملها لتجارب الشايطن ومصور مع رياض سلم اه جميل السيد بجلسة جلستان واربعات صاروا واحدة وقتها تشكلت حكومة ساعد الحريب في 2019 فانعمل جلسة السئة اللي بيطلعه النواة بيحكو فيها وجلستان صارت يا بيحزيران يا بيتموز 2019 اللي هي الموازنة تبعه في 2019 طلعه عامل كلمتان باول كلمة شو بيقول باول كلمة اللي خاصة بين الوزارة بيجي بيقول انا عتمع رئيس الجمهورية ميشيل عون اول ما انتخب بال2016 وقلت له كل عهد بده يجي يعمل مشاكله معاركه وكل عهد بيكون عنده رصيد بده يستعمل هالرصيد بهالمعارك نصيحتي ايلك يا فخامة الرئيس عندك معركة واحدة ما عندك غيره مسائب انه بالتعينات فيه مواقع مارونية رح تجي بالاول ايات الجيش ومصر في لبنان عاملوا المثل وقول انا هوم وارني وانا بالنظام ان احنا انا مفروض يكون الي كلمة بهالموضوع انا ما رح عين جماعتي وراح اخلق هالقلية التعينات ومن هلقوا بالرايح ولو واحد منكم قاعد على الطاولة بعين جماعته في قلية التعينات وراح يعملوا معك مشكل وما رح يقبلوا ايه مشكل عهدك يا بتقدر تحمي الامن والقضاء والادارة من التدخلات السياسية وهي معركة العاد اذا فت بالبزار البزار قلع ما بعوض يخلص معه حق كمان معه حق زيادة لان كفه جملته قال انه مش يرعون ما سمعه كلمة رح فات بالبزار وصار واحد منه الاعدين على الطاولة جميل السيد ايه انا كنت يروطني حر انا ايام السورية كنت يروطني حر مشكلنا كان مع جميل السيد بس بها معه حق وتاني محل وقتا راح علق مع علي حسن خليل على الموازن اللي بعته وحكيهون عن اصل الازم وينه وهن شو عم يتضعون منخفف شوين النفقات قلون هالموازنة كلها كذب كذب معه حق تتشوف الشيطانة وينه انه اوكي في عندي ها تويت ع جميل السيد انا انه معه حق هو بهالمجلس نيبكين هون انا عندي بعض شغل كتان ايلون بها فترة مجلس نواب قبل الانهيار عن شخصين تانين ما عاد اجاب سيريتهم عنه ايلون انا اول واحدة عن مشال الظاهر اللي كمان موقع سياسي مختلف طلع جميل مشال الظاهر قال انا كنت بزنسمان وقتا كنت بزنسمان عامل هندسات مالية رياض سلامة شفت انه في اوبرتونيتي اثنينة وثلاثين بالمية عالدولار ربح رحت سهمت بالهندسات المالية انا النايب مشال الظاهر صرت بغير موقع عمقلكن هايدي نصبة كانت ما كان معي الخبر صرت نايب تعاخدون مني قاله كمان بالمجلس النواب معه حق وبرضو انا ماني مع مشال الظاهر كمان يعني وسليم اسعادي وقتا قال انه انتو عم تكذبوا عليهم لصندوق النقد وهني عارفين انكم عم تكذبوا عليهم لفرنساوية سوري وقت سادر وانتو عارفين انه هني عارفين انكم عم تكذبوا عليهم وكل قبلين باللعبة هايدي قصة سادر طفنيصة ليكسبوكن وقت بالسياسة معه حق وقلت انه معه حق وكمان انا ماني معه بالسياسة عارفين انا سوري سوري طيب انتو شو كنت بدك تقول ما مدي اوتشك بالفكرتك كما تقول انو الواضح انت الابروتش تبعك اللي عم تيخطو برغماتيكي يعني اكزاكتو موس بجاليديا اوكا يعني ايه في نوانس بالداء وبعتقد الغلطة السي سي سي لان احنا كلنا كلنا اتليست الاشخاص اللي بركي ما عم بيفوتوا بغل التفاصيل انو ما عم بيفوتوا بالنوانس سيزا عم بيقسموا البلد عموديا مثل كل مرة انت هلا يعني وصلت لمرحلة ما بعرف هل انت بدك ترجع تترشح بعد اربع سنين وهل بترجع تترشح على ذات المشروع السياسي المشروع السياسي بتأمل لا لانو بتأمل من هلا الاربع سنين يا يكون الوضع صار مختلف سوقا ما بتأمل هدا الشي سير بس انو نبقى مطرح مانا احنا مستحيل البلد رايح اما اسوأ بكتير اما احسن فالمشروع السياسي بيبطل له نفس ال الكنوتيشن تخيل بعد اربع سنين بعدنا عم نحكي بالكابة الكنترول وتوزيع الخسائر وقاديش حجمه هلا الاربع سنين احتياطي مصرف البناء بيكون خلص امكانية انو نكون بعدنا بنفس النقاش السياسي بيكون مستحيل هل نفس الروحية نفس المنطق اللي انو انا ما بدي حمل المجتمع عباء اخسارة بدي حاول يعني بس تا واحد يشرح شغلين قصة و تا واحد يجي يقول انو انا مع التخطي الصحي الشامل المجاني لللبنانيين هل هذا موقف عقائديا دي يعني هل انا عقائديا مع انو الدولة تعطي هذا الشي لا في شغل تاني الحالة اللبنانية فيها مشكل انو بواقع الازمة ان احنا فيها انا اذا بموقع سلطة في عندي استعصاء يخدرر اذا بدي خلي المعاشات مثل ما هي بالقطاع الخاص اما العام بيموتوا الناس من الجوع خصوصا ان هي رح يكمل بسعر الصرف فقدرتهم الشرائية بنفس الوقت اذا بزدلوا المعاش يا بحالة الدولة موظفين الدولة بدي اطبع لهم ليرات زيادة لا ادفع لهم فبطير سعر الصرف زيادة هيا مشكلة وبالحالة القطاع الخاص يا بيش حطوهم اصحاب الشغل يا بتسكر الشركة ما الشركة كمان وضع ما بيسور نتيجة انو انا في قدرة شرائية راحت وما في خليها هيك بس ما في زيدها شو بعمل مش يساري ابدا نطلع بالفكرة كمان اوتوفون بسمارك بسمارك اللي هو حدا بتصور ابعد شي معقول حدا يتخيله عن اليسار بالالف وثمانمية وسبعين وقت اجا وحد المانيا كان عنده نفس المشكلة هو اللي اجا قال انا تعالج هالمشكلة بدل ما زيد المعاش بخفف الكوست عن الناس بتتقدر تضاين معي لبين ما يكون شوف شو بدي اعمل الحل بقصة انو انا خفف الكوست بقصة التغطية الصحية الشاملة وبقصة التعليم هو من هالمنطق انا لا قادر زيد المعاش ولا قادر خليه متما هو شو بدي اعمل بدي اخفف عنكم كوست تتضاينوا معي لا اطلع بحال هل هالفكرة روحيتها تبقى بعد 4 سنين اكيد روحية انو انا بدي اعالج مشكلة بطريقة براجماتيك بس الى منطق مورال شوي المورال انو حماية المجتمع حلق حماية المجتمع رح تبقى بالتغطية الصحية الشاملة ما بعرف اذا الدولة اللبنانية بعد 4 سنين قادر تتحمل هذا الشي ما بعرف هلأ بين 10 مليار دولار عندك يهم 17 مليار قيمة دهب قادر تعمل هيدا الشي وقادر تعمل استثماراتك بالاقتصاد بس اي بدك اتفاق مع صندوق النقد لترجع بعدين تستكمل مشروعك بدك حدا يقرضك اذا صندوق النقد ما بعطيك هيدا ستامب ما حدا هيدا يقرضك بتقلي من سنتين يمكن ماكن بحاجة يا صندوق النقد وقتك ان عندي 33 مليار دولار احتياط وعند الدهب ماشي الحال اقتصادك كله يصير تحت العشرين مليار دولار وانت عندك كاش دولارات بايدك 33 مليار ايمني بحاجة يا صندوق النقد بس وقتها يصرفوا 23 مليار دولار دعم الكاجو والسيجار وكل هالقصص وتهريب مصريات السياسيين لبرا صرفوا بسنتين ونص 23 مليار صرفناهن هاك هو كانوا بيقلبوا البلد فؤانة تحتانية ومنصير بمحل تاني اذا منكفي هاك وبطيروا العشر مليار ما بعرف اذا قادر بقى اقمن هوا بس المنطق تبع التفكير روحيته بده يبقى هو زاده طب خلينا ندرجع على هلأ شو عم بيصير على هالحالة التغييرية اللي عم تصير ببلد مثل ما كنا عم نقول انا وميديا فيتين بالمعموع وشوفنا شو عم بيصير خاصة وشوفنا شو عم بيصير بين صفوف المعارضة وحاسس انه الجو كتير توكسك بين كل الأعزاب ما حدا بيحكي مع التاني وفوق الدكة عم بينتقضوا بعض وكأنه عم يعني عم بيفيدوا طرف معين اذا بدك ما بتعتدد حدا لازم مش انه حدا لازم يدبطهم بس انه يليزم انا بعرف انه في مواطن ومواطنات حكيهم يعني ومسكين مشروع ولحقينه بس كمان اونلاين لما بتشوف الحكة تابعهم ما بعرف ليه وبركي انت عندك تبريد لهذا الشيء مع انه انت منك جزء من مواطنين ومواطنات للاشخاص لما بتعرف بركي لازم يغيروا هيدا الريتوريك ومش بس انه فيه كمان بعض الأعزاب بينيود مدينة دي كانوا واحد منهم ومبعرف مينو اذا بدك تزيد حالا اونا شو عم تحكي عن السوشال ميديا سوشال ميديا بس كمان السوشال ميديا ومواطنات وبيروت مدينتي وكل هؤلاء الأطراف هن عم بيتحكموا بيهوب المباشرة بيقولونه نعملو هايك ولا لا ما عندي جواد يعني تقلك انه هيدا الشي هاي ولا العصبيات ما تخلقت ما انت وقتها تكون عندك مسلا مشروع سياسي وعندك مناصرين وكذا وما تتفاهم مع حدا وينزل ضدك بالانتخابات وتنزل ضده بالانتخابات بتوقع العصبيات الطلقائية بتكون انه انت ما وحدت المعارضة لا انت ما وحدت المعارضة هيدا بياس بلد عم بنهار بيصير كأنه خياني ما تخلونه 2.0 الفكرة بهيدا الشي كيف ادارته رأي الشخص اذا تسألني رأي الشخصة هلا في شي انا واحد من الاسباب الاساسية اللي خلانا قبل اترشح اساسا دي كان فكرة انه بعد الانتخابات في شي اسمه مجلس وطني هالمجلس الوطني هيدا هو كل اطراف اللي بتتفق مع بعضها على المشروع السياسي وحتى المعقول ينزل على غير لوية لازم يرجعوا يتواصلوا سوا ليجتمعوا بمحل ويجربوا يتوافقوا على ما لم يمكن الاتفاق عليه بوقت الانتخابات يمكن لحسيات انتخابية حدا بيخسر حدا وحدا كذا شو وظيفته هدا الشي وظيفته هدا الشي يخلق محل مع فارق التشبيه يعني بالسياسة وبالظرف بس شي بيشبه بشكله ارني تشهوان في محل بيجتمعوا فيه شخصيات كل واحد جاي من حزبه بس بيقولوا في حاجة لانه نخلق قطب سياسة بول بيجتمع كل فترة بيجرب يوحد موقفه من القضايا المطروحة تنسهل عملية للالتقاء باي محطة مستقبلية فيها تكون هلأ على تواصل مع النواب من المجلس لحكومة شو بديو يتاخر موقف منا وكذا يكون عندهم دعم حتى من برات المجلس فيكون بالانتخابات الجاي انه واحد ما يوصل عليها يتفاجأ وشو بدنا نعمله ميتان مجموعة عم ننزج الواحد بدايرة يكون دجا في محل بيلتقوا فيه هون ناس يحطوا موقفهم من كل الأضايا الرهنة بالبلد الالتقاء هو دائم لأنه من أسوأ القصص اللي صارت بالبلد قبل 17-20 هي انتخابات 2018 وقتا بالشكل اللي عملنا هيك شكل انه يبا توحدنا بكلنا وطني فعليا ما حدش متفق مع التاني بشي بس حاولوا يعملوا هيك صورة بروجكسيون انه نحنا متوحدين لبالك بناخد صوت زيادة لأنه الواحدة شي منيح خلصت الانتخابات التاني نهار الصبع ما حدش بيحكي مع التاني فهلأ بالواقع اللي وصلنا له فيه بتصور قدما حجم الأزمة كبير تخلق محل لهو الناس يكونوا عم بيتواصلوا كل الوقت مع بعض ساعتها هيدا مفروض على قليل التواصل مش دلو الاتفاق بس صورة انهو عم بيقضوا مع بعض وعم بيحكوا مع بعض وعم بيجربوا يوصلوا لمحل مع بعض تنعكس على السوشيال ميديا حتما لأنه كيف تنعكس صورة انه انت بلايحة وانا بلايحة وانت ضدي وانا ضدك بتنعكس صورة الثانية انه خلينا نجرب نلاقي أرضية سيسية مشتركة مش أرضية انه بنا ناخد صورة حت بعض كلمل تنوحي كأنه نحنا موحدين ونحنا مش موحدين هيدا عند اول تاست تنكشف انا بدك تنسأل عن اي موقف من البنوكي من الحكومة من السلاح من سوريا من السعودية انه هوا كلهم بنكشفوا بسهولة ما بتثبط هيك تثبط بانك تجرب تخلق هيدا الشي هلأ بعد ما عم نجرب نعمل هيدا الافور في ضرورة انه هيدا الشي والمنيح انه صار في اجتماع بعد الانتخابات ومواطنون المواطنات مقتنعين انه هيدا الشي مفروض ما يكون محل تاني للمواطنون المواطنات جايين فيه من تاني محل لا هيدا الشي بدي يكون مستقل هن بدي يكونوا الجزء منه فنعمل اللجنة مش اغلبها تسعين بالمية هن من المواطنون المواطنين تتقدر تنسي كيف بدو يستير التواصل مع كل الناس الاخرين لنجرب نخلق هالأرضية مشتركة وانا رح جارب ساعد بهالشي انه بقدر يعني اذا اري اي افادة بعملها اكيد باعتقد لانه ما لازم يضيع الشنكيش نحن لازم نلاحظ انه الخصم هو واحد يعني ونحن كلنا لازم احد اكيد انا باعتقد الحياة شوية رح تكون مع عادة اكتر لانه هيدا الخصم الواحد كمان منه احمر هيدا عنده اصلا خلافاته وبان بعض وهيدا جوات خلافاته وبان بعض كمان بعد ضعافه مرتان يعني اول شي في خلاف خيان رجعه على اصله اللي كان اسمه ثمانية واربعة عشر يعني سعودية ايران خيان ثمانية واربعة عشر بشكل الاساسي في جواته جوات ثمانية اختلافات وجوات اربعة عشر في اختلافات تمظهرت انه التيار بده يجرب يكون بوج بره وبره بوج التيار بس نيناتهم انه علاقة مع حزب الله والعلاقة ملتبسة وليد جمبلاط بده يقعد محل بالنص بس اقرب لمحل اربعة عشر اذا بتسأل بالسياسة الاقليمية بس بالسياسة المحلية بياخد ويعطي معا الكل عندك القوات من محل بيحملوا هن الرأيه وعندك الكتائب عم بيقولوا انتو كل قرد تنصبين وقت تركب حكومة بترجع وتركب كلكون سواء هيدا مشهد فيك تقول هوا نحنا ضدهم كلهم بس هوا ليكوا كلهم شو هنه هوا وقت الانتخابات كانوا عم بيسبوا بعض بسقف اعلى من التاني لتسير انت بك تبررهم انه انت منك مع حدا منهم هوا لي منهم هينين هوا رح يكبوا عليك اشكريات شمال يمين سوريا السفير ايجا شو بك تعمل ايجا السفير الايراني ايجا السفيرة الامريكية قعدت معه قعد معه هوا الاختلافات اذا ما بتقدر تكون انت عم تتعامل معهم كقوة موحدة سوليد بتبعسرك وبتصير تقضيها ببحثات الدم اللي من سنة 2011 للي بيتذكر مظاهرات اسقاط النظام الطائفي اتبعس من ورا هوا الاسئلة رجعنا على 2015 نفس القصة نفس القصة نفس القصة يا انت بتصير مش رياكسيونير انت منك ضدهم انت غير عنهم فضدهم بس انا مش انه انا وجوده هو ضدهم اذا انا ضدهم يعني بعض وجوده معتمدة عليهم انا هني بالسلطة وبيعنوا مسؤوليات انا حامل مشروع سياسي وجودك ما يبرن موجودهم انا انتيتي انا شي وانا بخلاف معك انطلاقا من انه انا شي مش انطلاقا انا ضدك لانه انا هاي قصة انه انا ضدهم اوكي ما هيها سامي جميل ضدهم وشرب اللحاص ضدهم واسامة سعد ضدهم وليحقي ضدهم وبولا يعوبيان ضدهم وما اعرف مين بعد سامير جعجا بحب يسمي وجبران بيسير احيقول انه ضدهم ما هيقصة مخلونا شو يعني احنا ضدهم بس نحنا جربنا بس ما خلونا بدك انت تكون مستقل بشرعيتك عن وجودهم اصلا انا عندي هذا المشروع السياسي فحكما انا ضدك لان انت عندك غير توجه وانا بحكي مع كل انطلاقة من هول انا بول انا قطب موجود بحد ذاتي خصوصا وقت تاخد صوات ناس توصل نواب انت شرعيتك جاي من الناس انت مانك ضدهم انت موجود كل واحد يحدد موقفه كيف نحول الحالة الشعبية تغيرية على حالة حزبية حالة سياسية حزبية اكيد انا ارماني مع شيطانة كلمة احزاب لانه بدينا ان هيدا تشيطانة كتير واني رطيف شو بشع اخرتها بده واحد يقتنع انه الافراد لحالة ما بتقدير واقع بلد احزاب هي فكرة انه نحنا من التقي مع بعض لانه منشترك بشغلتان توصيف الواقع واي بلد نريد نجرب نقدر نقسر بدنا نكون مش واحد بدنا نكون الف الفان ثلاث هاي وقت الPolitical Science اول ما تبلش بال101 يعني بيجي بقلنا يوجين سنسنج نسلم عليه دكتر كامل انديو قوة السلطة هي شو انه مع السلطة هو المال يعني قادرة تاخد قرار وتنفسه بقوة قمعية بتحملها بايضها شو قوة الناس ما يبيلها وكلهم بشغلة واحدة ما عندك تلقوة العدد دايما الناس اكتر اذا توحدوا فهن شغلتهم ما يخلوني يتوحدوا على شي بديل فكر هلأ بالطوايف طوايف هي قلية انك تقدر انت تقسم المجتمع بصورة عمودية هيك حد بعض هولي الحد بعض بقلبهم في مصالح هي ضد بعضها يعني جوات الشيعة في صاحب البنك وفي المودع جوات الموارنة في اللي بيستورد وفي الصناعة هو ضد بعض جوات جوات السنة نفس القصة جوات الدروس في نفس القصة شغلتهم اللي بالسلطة يقنعوك انو الطايفة هي كيان لا يتجزأ مصالحه واحدة هي مبتزبط إلا اذا بيعلقولي مع طايفة تاني اللي معه مصاري والما معه رح يحمل السلاح وشوف شو بدي يعمل شغلتك انت تقول انو خي انتو هيدا الانقسام هو ليدعس على فكرة انو المودع طائرة مصرياته وصاحب البنك من نفس الطايفة هاي المشكل غير هال المشكل شرعيتك جاية من غير مصدر شرعيته شرعيته جاية من صراع شرعيتك جاية جزئيا من صراع هوريزونتال هوريزانتال مشان هيك يجرب يحتويه بالخدمات انت ما تنسى هوريزانتال هناك هويات البلد بعدك ترعيه بدك تشوف شو ما خوفه مافيك تقول انا هوريزانتال وصار صراع طباقي وبس لا هيداك موجود بك تعمل مع يتنائن بس من منطقلك هيدا تغيير الناراتيف المتحدث لا يوجد المتحدث قبل أن ننهي البودكاست هناك بعض شغلة نحن نحن بودكاستر قبل أن تكون مرشاح أو أنت خبيت ومن بعد أن تكون أنت أصلا صحافة وعندك بودكاست كيف سيئ أبيت نحن كمان فإن شاء قبل أن نحكي عن هذا الموضوع الذي يهمنا أنت ونحن شو راح تعمل شو أكيد البودكاست تبعك راح يكمل أصلا دي جالسة جلت من وقت عجلتك أنت موقع أنه راح تقدر تعمل بودكاست أنت بمجلس النواب أول شي كان عندي طموح قبل مجلس النواب كان عندي طموح أنه قدر أعمل كامبان وموقف البودكاست بعدني مصر أنا هيك لأنه كان فيي بس المشكلة أنه ما معنا كان مكان أو مصاري هذا اللي صعب الشغل فعليا علينا الخمسة اللي مرشحين مع عدد من المتوعين منه قليل بس بيخليك تكون ضروري كل الوقت تكون موجود شي محل صرت كتير صعبة أنا قلت إلا ما قدر ضمتلي ثلاث ساعات بالجمعة بس عمل انترفيو بعرف أنه ما راح أقدر ظلني أنا هولي اللي بعملهم من ترانس تعليق على الأحداث ما راح أقدر إيه ما قدرت بجي عملت انترفيو واحد مع سوري مع البارم خيبير كان لأنه عزوم كمان ما في ستقل وتركيب وكذا كان أسرع وعملت بشكره زميلنا في راس حطوم هو عرض يعمل مقابلة معي لأنه ما عم بيسود عندي آكسس كتير على التليفزيونات هوس حلقتين بس كان آه بعض الانتخابات بعتبر أنه بتصير أهيان شوي لأنه صح بزيد العمل التشريعي وليهجان نيابية وكذا بس ما حدا كتير يفكر النواب يا لطيف أنه عندهم دوام من التسعة على السبعة بالله ليش بيصير دوام هادي كبير إذا من جماعة الخدمات وكذا ونقعد نسمع على شو بدي اتفعله لفلان وهذا منساعده بمدرسته وكذا ليهو كان أرسو جيه منه ما تروح أصلا قلون إياها لما قالوا له رح نتأخر كتير على شو عنكم أصلا هو فعليا هل هو شغل وحيدي معه فيه بالجلسة فعليا لشنا أول جلسة تخذ لها ثلاث أربع ساعات مش رحان شو القصة الفلين لوان شو عنكم تعملو كان بتصور بين عمل أكيد مش بنفس الوطيرة طبيعي بس أنه أنا هيدا شغلي أنا ما عندي مدخول تاني يعني أنا إذا بوقف اشتغل هيدا الشي بصير فعليا بده واحد يعيش على معاش النايب اللي هلأ ما عزا بيطلع له أربعمائة دولار شي هيك اللي فعليا رح يعاني واحد كيف بده يعيش فهون هيدا مشكلة تاني كمان واحد بيطرح على النواب إنه كيف منه كوستشن لأنه أغلبهم مش بحاجل هالمعاش كله إذا بتتذكروا قبل الأزمة 2018 و 2019 وبلشوا يعمنوا النواب اقتراحات إنه منلغي معاش النواب ده النهلا دي بسيط بس وقتها أنت تيجي تقول إنه الحل لأزمة 100 مليار دولار إنه نشيل معاشات نواب لهني بالسنة كله إذا ما نجمع مع بعض ما بتطلع 20 مليون دولار عم بحكي إذا لأد دولار 2005 بوقتا هذا شي شعبوي بس شو معناته معناته إنه هذا المجلس لازم نعمل مثل نعمة فريم إنه واحد معه مليار دولار بيعيش أنا معي أنا معاش واحد معه يكون مشحر أسامة سعد فعليا ما عنده معاش فعليا ما عنده شي تاني طيب هلا النواب الجدد اللي فاته هو فعليا جزء منه اللي بعرفه إنه فعليا بحاجة لا يعيشه طيب هو كيف يتصرفه هلا هذا سؤال منه بسيط يعني أنا كنت بيسأله ع حالي فأنا مضطر كف البودكاست وبيعتبر أنا مسائب نوعية شغلة بيقدر يتكامل مع قصة نيابية إيه بس مثلا إذا واحد بيشتغل مهندس بص مهند نيابية معقول هون تصير صعب لأن هذا سير شغل فول تايم أنا بيقدر عام مثلا مقابل بجمعة مقابلتان إذا عم كتير إيه هدا سؤال كان طموحي إنه إيه كفي البودكاست مش قصة وهلا عم بتكفي وهلا عم كفي أرياح لي صارتي يعني هلا بس أنا أول جماعتين كانوا سائلين لأنه عم برجع شوي على متأخرات بحياتي وكذا كنت ريكة لبعض الانتخابات بدي لحق عليا أو سئة بيتمرضت تغري من بعدها بعدنا هتلق في هاي شوية الساعة لي ما تبيخزونا ساعة جماعة المواضي كان رايح صوتي بالخالص ما عم بيطلع صوتي من هاي الجمعة والرائح عم بجرب أرجع شوي على ريكولاريتي رح يتأثر أولك رح يتأثر علاقتك مع الناس لأنه ترشحت يعني ممكن فيكون في ناس كان ما بدون يجو لعندك على البودكاست لأنه كنت مرشح وكان عندك ما بحس لسبب كتير بسيط لأنه أنا ما غيرت بشي كنت قوله قبل انتخابات وهذا الشي اللي هو وقتا حكى معي لأدرشح كان شرطي إنه بده يكون في أوكي هذا المشروع أنا هالمشروع بحملي لأنه هذا جزء من اللي أنا بحكي بس ما بدي يصير في الشغل الشيء بدي يسمي السياسة بمعنى السيء إنه أوكي بس تنحسن حظوظنا خلينا نتحلف ما ما بعرف مين اللي هو بيحكي شيء تاني تماما خالص مما أنه هذا الشيء مصر واللي كنت عم بحكيه قبل عم بحكيه بوقت الانتخابات رح كفي أحكيه بانتخابات وبلها ما بتصور في الشيء بتغير عملت تسويات لدبر حالي فوت عشي لايعة كنت دوني كيسان هذا ما اصاب في سوى سرمية بعتقد نحن وصلنا على آخر البودكاست جاد وهذا السؤال كل وقت بينطرحوا بعتقد أنت تعرف هذا الشيء هل أنت بتعتقد مع كل شيء اللي قطعت فيه من تجيب الانتخابي إلى كل شيء شايفه بالسياسة قدامه وورا الكاميرا هل أنت بتعتقد فيه أمل؟ أنا هيدا الشيء بيصير فيلوزوفيكا لأنه هيدا إذا بدك اللي خلاني حتى فكر إذا بكعب فيه صحافة ولا لا لأنه حتى وقتا كنت بنيو تيفي كان دايما عندي سؤال أنه قدما البلد بكرر أزماته صارت الصحافة شيء بيدحك شوي أنه صارت عنا مثل كالندرية تجي الشتوية ونعمل تقارير عن الطوافان وكيف أنه عم تفيد الطرقات وما حدا بينظف المجرير بيجي موسم المدارس كيف الناس ما مقعد تفوت ولاد على المدارس والقصاد كيف صارت والقرطصية والكتب وكذا نوصل على حكومة راحت ما نبقى 12 شهر نقل في حكومة دايما نفس الخبرية تتألف نفس الحكومة اللي كانت قبلة ما نعمل شي جديد نرجع أنه ما في موازنات كيف نوصل نفس الإخبار سننكرره بسير واحد يسأل حاله إنه هذا البلد إذا أنت كصحافي بتحس حلقة عم تكرر نفسك في يعني أنت ما عم تأثر بمهمتك الصحافية بشي واحد بيتأمل وقتا يشتغل صحافي إنه يكشف شي يعني من شي فبيتأثر رأي عام أم سلطة أم قضاء فبيتغير شي فما بتكرر لدني نفسك بقى هون صرت شوي أنا بحب الفيلوزوفية على فكرة أكتر من السياسي وهذا بيفسر ليش بطول بالحكي بس واحدة من القصص اللي وصلت لها بينها تيجي تشي كنت عم بقراء إنه الأمل هو قرار ومش كونكوليزيون يعني مش إنه بتشوف شو الوضع العام بتقول شو في أمل ولا لا لأنه بتقدر على ماتش فتبول عم تحضر وأنت بتجي تقول إنه هيدا الفريق أقوى من هيدا الفريق فبعتقد هيدا بيربح عم بتقدر شي بالسياسة بالحياة مش بس بالسياسة الأمل هو اللي بيخليك تجرب تعمل شي إذا أنت كنت محبط فأنت أصلا ما بتجرب تعمل شي الأمل هو خيار إنه أنا عندي أناعة إنه الناس بتأثر بمصيرة أنا قادر أقرر حياتي كيف بدها تكون وقت واحد يعيش بمجتمع بقول أنا ما نقدر لحالة أقرر كيف الناس بدها تعيش بس إذا بيشتغل مع ناس قادرين نقرر كيف ما نعيش هذا الحياة ما نقدر علينا إنه هيدا البلد نحنا كأنه بنخلق أقل شعب دوني إنه هريك بيعرفوا يعيشوا لأنه هن خلقوا أهم منا ونحنا ناس خلقنا ما بنفهم شي لا أنا أنا أعتقد أنه عكس هك إذا بتعتقد عكس هك وقدر تأثر فلازم يكون عندك أمل إنك قادر تعمل شي لتجرب تعمل شي لبارك يصير شي فأنا في فيلوظوف فرنسي ألان باديو اسمه بحبه كتير بعد عيش أبقى كبير بالعمر بيقول إنه بايوا خبروا خبرية وقتها لأنه عمروا هلأ شي واحدة وتسعين وتسعين بقى عايش الحرب العالمية التانية كان ولد بيشوف بايوا عم بيتشارع آخر الحرب إنه شو شكله الحلفاء يعني عم بيتقدموا معقول نربح الحرب وكذا أنا كنت صغير ما كنت أفهم بشي بقى قلت له إنه شو يعني بايوا معقول نربح الحرب بيكون الجواب إنه أكيد السوفي دولوفولوار هيدا المنطلق فأكيد في أمان فقال لبوقف شغل صحافي وأكيد ببطر إهتم بالسياسي بإهتم بقصص تانية وفي كتير قصص تانية حالبة بالحياة لو ما عندي هيدا القرار بعتقد يعني أنت شخص أعطيت أمل لكتير عالم وهيدا الشي ما بعتقد حالة حدا في ينكره كانوا بيحبوك أو ما بيحبوك صار عندك هال هالأودينس وماجد بلاش أنا لشكرك على هيدا السابق أنا بدأ أشكركم كتير ومتحدة بحضركم فعلق بتشرف إنه كنت معكم شكرا جاتب للأشخاص اللي بدأت لقيك على مواقع التواصل الاجتماع وين فيها تلاقيك وشو وين فيها تحضر الأساس هو اليوتيوب تشانل نسميها Reflections وإذا جاد غصن نفكر كمان نغير الاسم إذا هلأ بتكتبون لأقتراحات لأسامة تانية حيث بالكومنت ساكش لأنه مش حابب أبقى أبقى لحالي بالشانل حابب ناس تانية تشتغل معي مش معاولي يجي حدا يشتغل عن جاد غصن فهيدا الموقع الأساسي والبقاء السوشيال ميديا على تويتر وفيسبوك وكذا بس بإسم الخاص وقتا نغير الاسم بركي نعمل شانلز تسميتني ونجد بمواصل عشر شكرا جاد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا